بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدي قناة نادي الأهلي في كل مكان أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس أهم ما يميز النادي الأهلي عن أي نادي آخر إن الأهلي فريق كبير وبيعرف يقوم بسرعة وبيستطيع أن يستعيد اتزانه وبسرعة كبيرة جداً عشان كده في الأهلي على طول بنقفل الملف وبنفتح ملف تاني مهما كان نوع الملف يعني كسبنا بنقول لحضراتكم إيه نحتفل ونعمل كل حاجة ولكن لمدة 24 ساعة ويمكن أقل وبنقفل الملف وبنفتح الملف اللي بعده حتى لو كانت بطولة كبيرة يعني لو خدت دوري أبطال أوروبا دوري أبطال أوروبا بنبقي من يعني يا رب يا رب نشوف دوري أبطال أوروبا لو خدنا دوري أبطال أفريقيا وعندنا مباراة أخرى بعد ثلاثة أيام بتقفل الاحتفالات حتى هنا في القناة بيحدث هذا الأمر وبتفكر في إيه بتفكر في البطولة اللي بعد كده على الجانب الآخر ودايما بنقول لحضراتكم كده على فكرة احنا خلينا نفرح النهاردة لأن بكرة حنقفل الملف ونفتح ملف آخر برضو نفس الكلام في وقت الإخفاق على طول حنقفل الملف بس مش حنقفل الملف علشان ننسى مش حنقفل الملف علشان ما يحصلش حاجة لا لا أبدا ولكن احنا إيه اللي بيحصل دلوقتي بيتم دراسة كل أمر حدث خلال المباراة السابقة أو متعلق بالمباراة السابقة أو بالوضع بشكل عام بس ده بيحصل داخل إدارة النادي في غرف مغلقة يعني ما حدش يطلع بيطلع يتكلم ويقولك احنا بنعمل و بنخلي و بنسوي والكلام أنا قلته لحضراتكم بارح إنه مبارح قلت لحضراتكم إنه حيكون هناك حساب مهما كانت الظروف لقصعدنا للدور اللي بعد كده أو لما نصعد في دوري أبطال إفريقيا حيبقى في حساب أنا قلت لحضراتكم الكلام ده مبارح عشان كده كلنا ثقة في إن النادي الأهلي حيقدر يرجع لهيمنته من جديد لأنه احنا شفنا حاجات قبل كده حصلت النادي الأهلي يمرض ولا يموت هي دي سمة البطل فريق كبير اللي بيمتلك خبرات طويلة وتاريخ طويل واللي كمان بيمتلك ايه جمهور جمهور دائما بيكون هو السند والدعم في أصعب الأمور في حالة حزن آه في حالة حزن كبيرة جدا وستظل دائما موجودة في القلوب وتعتصر القلوب خلال هذه الفترة عمرنا ما حننسى اللي بيحصل ومرة تانية لما بقول لحضراتكم نقفل ملف نقفل ملف ده عشان عندنا مباراة من الجمعة اللي جاية لأنه لما حنقفل الملف زي ما قلت لكم إنه هيبقى فيه دراسة شاملة ووافية لكل ما يتعلق بهذه المباراة ومحدش حينسى محدش حينسى لأنه لازم نعيد ترتيب الأوراق داخل الفريق ولكن على الجانب الآخر في ثقة وثقة وأمل حتى ولو ضعيف الكل لازم يشتغل علشان نكمل المشوار اللعيبة يقتلوا لغاية آخر دقيقة ولازم وجهة نظري بعيدا عن النواحي الفنية وحنتكلم فيها واضيوفنا هيتكلموا في النواحي الفنية وفي كل هذه الأمور ولكن روح الفانيلا الحمرة روح الفانيلا الحمرة لو مش موجودة انسى مهما كان لو عندنا 11 ميسي لو عندنا 11 ميسي وما فيش روح الفانيلا الحمرة مش هنكسب الإخفاق عند الفرق الكبيرة لا يعد انكسار بل هو بداية الانتصار وبيكون حافز للانتصار كمان خلي بالحضراتكم أنا هنا بتكلم وأنا كل شوية بفتكر اللي حصل في المباراة اللي فاتت ولكن كل شوية بفتكر إنه عندنا جمهور مساند وداعم مهما كانت الظروف بيزعل وبيغضب وبيعمل كل حاجة ولكن في النهاية بيبقى مساند وداعم ما عندناش مشكلة في هذا الأمر إحنا كجمهور يعني لإنه إحنا عندنا مهمة صعبة يوم الجمعة مهمة أمام القطن الكاميروني لازم نحقق الفوز عشان ما تعرفش إيه اللي ممكن يحصل يوم السبت في مباراة سانداونز والهلال ده أولاً سانياً إحنا كبير أفريقيا أبى من أبى وشاء من شاء سيظل النادي الأهلي هو كبير أفريقي لأن النادي الأهلي لا يعرف المستحيل دائماً لكل جواد كبوة والأهلي حتى هذه اللحظة لم يخرج من البطولة لو أمل الواحد في المية أنا شخصياً سأظل متمسك بهذا الأمل وجمهور النادي الأهلي متمسك بهذا الأمل وأنا متأكد بعيداً عن أي اختلافات وبعيداً عن أي حاجة أن جمهور النادي الأهلي حيوقف وراء ناديه لأنه إحنا متعنا شخصياً يا ما شفتوا لما كنت في الملعب يمكن أنا من الجيل اللي لم يتعرض لأي انتكاسات اللي يمكن في بطولة إفريقيا بس في النهائي في 2007 وكانت بسبب الكل يعلمه عبد الرحيم العرجون حكم المباراة ولكن دائماً اللي أنا شفته خلال الفترة اللي فاتت دي كلها أي حاجة أو أي إخفاق بيحصل بتبقى على الحلوة والمرة معاه ده جمهور النادي الأهلي وده اللي أنا بتعلمه من جمهور النادي الأهلي ممكن كل واحد يكتب اللي هو عايزه على سوشال ميديا أو كل واحد يشوفنا في الشارع يقول كذا وكذا وكذا ولكن وقت المسندة والدع لا تجد إلا جمهور النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي فقط فمباراة اللي جاية مباراة صعبة سواء صعدنا أو لم نصعد لازم أكسى بقول قدام أفريقيا كلها إن الخسارة اللي حصلت هي خسارة عارضة حتى لو ما صعدتش فريق حيكمل الموسم عندي نهائي كاس مصر عندي بطولة الدوري إن شاء الله رازم أكسب البطولتين دول عندي موسم مضغوط إن شاء الله ربنا أكرم وأقدر أخرج منه كسبان كل البطولات المتبقية إذا خرجت من البطولة الأفريقية الإخفاق عند الكبار دائماً بيكون حافز للانتصار دي كلمة مهمة جداً 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 والكلمة دي هي عنوان تقريرنا اللي حنطلع نشوفه ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى تقل مباشر لكل جمهور النادي الأهلي هو ليه اللاعبين بياخدوا بطولات داخل النادي الأهلي لسبب وحيد أسباب كتيرة جداً ولكن السبب الأول هو حضراتكم جمهور النادي الأهلي وصدقوني الكلام اللي أنا بقوله لحضراتكم ده أنا بقوله من قلبي أنا برضو كنت أنا آسف أن أنا بقول أنا كل شوية لكن أنا كنت من الجيل المحظوظ اللي حضر الجمهور في الملعب جمهور النادي الأهلي تحديداً في الملعب فلما أجي أتكلم على الجمهور أنا عارف أنا بقول إيه أنا ببقى عارف أن أنا وأنا تعبان وعندي تعبان بنسبة فضل لعشر خمستاشر في المية مثلاً هم اللي قادر أجلي بيهم في آخر عشر دقايق أو آخر ربع ساعة الجمهور لما كان بيندح علي وأنا على الخط كان العشر خمستاشر في المية دول والله العظيم تلاتة كانوا بيبقوا سبعين تمانين في المية مش هقول لكم مية في المية فالجمهور هو الشيء الأساسي خلال هذه الفترة أو هو العامل الأساسي خلال هذه الفترة مش الفترة دي بس كل الفترات ولكن الفترة الأهم بيكون فيها السند والدعم في كل شيء كالعادة الأهلي علمنا أن احنا ما بنتفنش رأسنا في الرامل وبالمناسبة من صاحب هذه النظرية هو جمهور الأهلي أمور الأهلي دلوقتي على سوشال ميديا أو في أي مكان الأهم بيعملوا إيه؟ بينتقدوا بيقولك أنت عندك الغلط فيه كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا هل حضراتكو تتخيلوا أن محدش بيبص على هذه الأمور؟ بالعكس هو أنا كأدارة أو أنا كجهاز فني أو أنا كلاعبين عايز إيه؟ غير أن أنا أرضي جمهوري الجمهور اللي له كل شيء جيد ولا حاجة يعني أنا لو واحد من الناس أنا عايز أرضي الجمهور مش عايز حاجة تاني فبالتالي رأي الجمهور مهم جدا ولكن هناك دي حاجة بقى داخلية هناك بعض الأمور اللي ما ينفعش تطلع على العلن محدش بيشوفها غير لما بتصدر وده الإدارات بتعمل كده وبيحصل داخلها كده فجمهوري الأهلي دائما بيكون الشريك الأول والرئيسي في كل نجاحات النادي دي مش كلمتي بالمناسبة دي كلمة كابتن محمود الخطيب في أي مكان وفي أي مؤتمر أو في أي مكانه بيتكلم فيه الجمهوري اللي من حقه يعبر عن زعله لكن وقت المساندة أول داعم للأهلي ولكل من يمثل النادي الأهلي على الحلوة والمرة معاه مش كلام والله العظيم تلاتة اللي أنا بقوله دا مش كلام ساعة موعيت على الكرة زي زي أي مشجع كنت دايما بنتظر لما بلعب كنت بلعب خارج النادي الأهلي كنت بنتظر مباريات النادي الأهلي عشان أشوف هو إيه العظمة دي هو كيف يساند جمهور النادي الأهلي ويدعم فريقه في أصعب المواقف دايما كان النادي الأهلي بجمهوره بيعدي وبيكسب وبياخد بطولات بجمهوره طول ما الجمهور العظيم داعم ومساند حيفضل النادي الأهلي ياخد بطولات ويحقق إنجازات حتى لو لقدر الله خرجنا من هذه البطولة على الرغم معلش بنقصين حقولها كل شوية لأن الناس بتكتزق نص كلامي أو أقل من نص كلامي وبتاخد النص اللي هي عايزة وتمشي في الاتجاه اللي هي عايزة ولكن خليني أقول حتى لو كانت خسارة بطولة مش نهاية العالم ولكن بتكلم على البطولة اللي احنا فيها دي هذه البطولة تحديدا وهذه المباراة تحديدا سواء صعدنا أو لم نصعد سيكون هناك حساب لكل من قصر في حق النادي الأهلي فالنادي الأهلي على مر تاريخه مر بمواقف صعبة كتير وعدها الحمد لله عداها وكلها ونجح وكمل مسيرة النجاح وصدقوني طول ما حضراتكم ومهور النادي الأهلي يواقف مع ندي حيفضل النادي الأهلي قوي افتكروا برضو مع سانداونز بالمناسبة فالفين وتسعتاشر حدث ما حدث وهزم النادي الأهلي بنتيجة كبيرة من الفين وتسعتاشر لغاية دلوقتي وصلنا كم مرة نهاية أفريقيا عشرين وعاد وعشرين 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 تلاتة وعشرين وصلنا تقريبا نهاية أفريقيا خمس مرات فوزنا بالبطولة تلات مرات فوزنا بتالت العالم مرتين فمهما كانت التحديات ومهما كانت الظروف القوة القوة انك تقدر تقف وترجع مرة تانية والجمهور دايما والجمهور دايما في ظهر فريقه وبلغة الكرة كده لازم الدنيا تتلمه بسرعة ولازم نرجع ونكسب عمرك ما هتلاقي جمهور زي جمهور الأهلي في الدنيا دي كلها يزعل ويعاتب آه لكن دايما في ظهر فريقه داعم ومساند كبير وسيظل دائما جمهور النادي الأهلي بهذا الدعم والسند كلام اللي أنا بقوله دا مش بقوله للاستهلاك ولكن هادي ها الحقيقة عشان تصل لجميع اللاعبين 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 اللي عندهم مباراة صعبة جدا 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 يوم الجمعة هنتكلم عن هذه المباراة ولكن خلونا نتكلم عن العامل الأهم أو نطلع نشوف تقرير عن العامل الأهم الجمهور هو العمود الفقري الانتصارات المارد الأحمر منذ تأسيسه ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى الحقيقة دايما وانا بتكلم مع حضراتكم بفتكر بفتكر الأيام اللي كنا فيها في الملعب الجمهور له وضع خاص انا متأكد ان مثلا يعني لو ربنا كرمنا في مباراة القطن وقدرنا نكسب هذه المباراة اللي هقول لحضراتكم حالا هي مباراة صعبة ليه ويوم السبت حصل اي نتيجة من اللي النادي الأهلي عايزها لو رحنا لعبنا في استاد القاهرة ان شاء الله في مباراة الهلال السوداني وسمح بان استاد القاهرة كله يبقى مقفول بالجمهور سبعين او تمانين الف متفرج انا متأكد مليون في المية ستجد سبعين او تمانين الف متفرج اهلاوي موجودين لمسندة فريقهم وانا دايما بقول وبقول لللاعبين هذا الجيل دايما وانا بتكلم معاهم بقول لهم بقول لهم انتم مش شفتوش جمهور احنا من الجيل اللي شاف جمهور في التمرين يعني التمرين كنت بتلاقي الجمهور ممكن نص الاستاد اللي كنت مرة من تسعة الصبح فكنت بتلاقي نص مختار التتش مليان فانا من اللعبة اللي شافت جمهور في التمرين مش هقول لكم في المطش بقى فما بالك المطش بيبقى عامل ازاي فانا قلت للعبة دي انت حظوك وحش لانه انتوا لو كنتوا بتشوفوا الجمهور كل مباراة كان مستوكه حيبقى افضل من كده مئة مرة كمان وحيبقى اللعب اللي بيتحمل انه هو يلعب وسط المئة الف متفرج في استاد القاهرة واللعب اللي لا يستطيع ان يتحمل اللعب اللي لا يستطيع ان يتحمل الجمهور بيفرز هيحطه بره على طول واللعب اللي يستطيع ان يتحمل لو هو مستوى 60-70% مع وجود الجمهور مستوى حيبقى 200% فالحقيقة المباراة اللي جاية ربنا يكرمنا فيها ان شاء الله وهي مباراة صعبة جدا انت خارج من هزيمة ثقيلة وهزيمة جبيرة جدا جدا فزلزال حصل داخل النادي الاهلي بعد هذه الهزيمة وبالتالي اللعبة برضو بشر عندهم حسيس داخلية ان احنا مزعلين الجمهور قوي من اللي حصل في المباراة السابقة امام سانداونز وبالتالي تحس ان اللعيب حيبقى يا اما يبقى كير قوي ان هو عايز يكسب او حريص جدا ان هو يكسب هذه المباراة او لا قدر الله حيبقى من انكتر الضغط اللي عليه مش قادر يشير رجله في الملعب كل ده حيبان وهنا برضو الجمهور حيفرز جمهور النادي الاهلي حيفرز مين اللي حيكمل ومين اللي مش حيكمل بدون اي بقى دراسات ولا اي حاجة الجمهور بيعرف يفرز كويس جدا فبالتالي هي مباراة صعبة هنحاول نشيل من على اللاعبين الضغوط او اللعيبة تحاول تشير من على نفسها الضغوط لان المباراة اللي جاية هي بداية او يعني نقطة صغيرة جدا في اعتذار اللاعبين والجهاز الفني للجمهور من خلال هذه المباراة خلونا روح لزاملنا فاروق صلاح في جنوب افريقيا ونشوف اخبار الدنيا ايه عنده زكا فاروق طمنا على الفرقة وطمنا على الجهاز الفني وطمنا على اللاعبين واعتقد ان رسالة جمهور النادي الاهلي وصلت لكل اللاعبين طبعا برحب بك كابتن الكبير كابتن اسلام الشاطر وبرحب بكل مشاهدين ومشاهدة ومتابعة شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان اعتقد كلام بيلخص كلام كتير جدا وجمل كتير ممكن تتقال هو دور جمهور النادي الاهلي يا كابتن اسلام واعنا بضم بصوت لصوتك ان شاء الله جمهور النادي الاهلي باع تجاوز عقبت فريق القطن الكاميروني إن شاء الله يملأ جنبات استاذ القاهرة في مباراة هتكون مباراة إن شاء الله من المباراة التي تصنف في تاريخ الناد الأهلي إن شاء الله تجاوز عقبت الهلال السوداني لكن عندنا زي ما حضرتك قلت نقطة هي بداية الاعتذار وتقديم الاعتذار لجمهور الناد الأهلي هي مباراة القطن الكاميروني المباراة اللي خلاص بيتم التحضير ليه والناد الأهلي جاز فني بلعبين خلاص قدامهم هدف واحد هي مباراة القطن الكاميروني وضرورة إحراز السلاس نقاط في هذه المباراة التي لا تقبل أي نتيجة أخرى بالنسبة للعبين للناد الأهلي وبالنسبة الجمهور للناد الأهلي وبالنسبة لكل من ينتمي للناد الأهلي غير إن شاء الله تحقيق الفوز دورنا ودور جمهور الناد الأهلي مهم في هذه الفترة من الأمس وحضرتك بتنادي بدور جمهور الناد الأهلي وأن كلنا نكون في ظهر ومسندة ودعم للعبل للناد الأهلي ونرفع الضغوط على اللعب النادي الآلي فيها زي المباراة حضرتك عارف طبعا ان احنا قلنا يعني عقب مباراة ماميليودي سانداونز الفريق يعني وحالة الحزن لكن خلاص بنقفل مباراة ماميليودي سانداونز مستر مارسي الكولر اكتمع في جلسته مع الجهاز الفني طالب الجهاز الفني عدم الحديث مع اللعبين على اي امور تتعلق بمباراة ماميليودي سانداونز كل تركزنا على مباراة القطن الكاميروني طبعا الفريق كان اللي استاني في تدريباته الامس يعني زي ما قلت لحضرتك بالامس كان يعني فترة استشفى خفيف وتدريبات خفيفة بالنسبة للعبين اللي شاركت في مباراة ماميليودي سانداونز ثم تدريب مكثف ويه وحدات تدريبية مكثفة ويعني تقدر تقول من التدريبات اللي مستر مارسي الكولر ما اكتمعش ما اتكلمش مع اللعب قبل التدريب بدأ في التدريب على طول دخل في الجمل او الامور الفنية اللي بطلبها من اللعبين طبعا بالامس كان اجتمع مع الدكتور احمد ابعابل رئيس الجهاز الطبي لوضع برنامج استشفاء للعبين طوال فترة اقامة الفريق هنا في جنوب افريقيا النهاردة مستر مارسي الكولر منح اللعبين راحة من التدريبات واكتفى به الجانب الاستشفائي اللي هنا يعني كان في مقر اقامة فريق للنادلالي وبالتالي ادار فريق واللعبين راحة من التدريبات يعني على مدار فترة تواجده في الفندوق مستر مارسي الكولر قاعد لوحده بيتابع بيقف على كل نقاط القوة والضعف معه لفريق القطن الكاميروني طبعا جلسة جمعاته مع افراد الجهاز الفني ثم جلسة مع الدكتور خالد الجوادي القائم به اعمال الترجمة ومترجمة لان مستر مارسي الكولر تحدث في كتير من الامور وقاعد امامه اللابتوب بيتابع بيركز في كل التفاصيل الخاصة بفريق القطن الكاميروني اللي خليني بردو يا كابتن اسلام من خلال حضرتك وحضرتك هتأكد على هذا الامر انها مباراة صعبة جدا فريق القطن الكاميروني هيلعب مباراة امام النادلالي مباراة الكتب في تاريخه ابواب المدرجات او الاستاذ لي الجماهير مجانا خلاص ملوش اي امل في البطولة سوى انه يعمل نتيجة امامه للنادلالي لكن ان شاء الله لعب النادلالي قادرين يا كابتن اسلام على تحقيق نتيجة ايجابية وزي ما حضرتك قلت نقطة مهمة جدا هتكون يعني نقطة في بداية مشوار مصالحة وتقديم الاعتذار لجمهور النادلالي اللي بينتظر مننا الكثير باذن الله طيب هل اللاعبين وصلهم اللي بيحصل وصلهم الغضب الجماهيري وصلهم الزعل الجماهير وصلهم ان احنا المباراة اللي جاية مهما كنت بتلاعب انا اسف لو هتلاعب ريال مدريد انا بتكلم من الناحة الفنية لو بتلاعب ريال مدريد برضو مش فارق معايا المهم كيف اعتذر لجمهور النادي الاهلي من خلال المباراة القادمة هل ده واصل اللاعبين ولا احنا ايه لا خلينا اكدلك يا كابتن اسلام بالفعل يعني واصل اللاعبين مدى الزعل يعني عند جمهور النادي الاهلي ومزعله بس احنا النادي الاهلي ما ينفعش ان انا هتغلب بالنتيجة دي او باللزيمة دي او ان انا يعني يبقى بالشكل الاداء بالشكل ده اللاعبة في اجتماعهم مع بعض يتكلموا لازم تتحملوا كل كلمة بقولها الجمهور ولازم تتحملوا النقد اللي بيقدموا الجمهور النادي الاهلي لازم نفرح الجمهور الجمهور استحمل كتير وجمهور النادي الاهلي تحمل كتير اوفى جمهور علاقة يعني في العالم هتلاقيه هو جمهور النادي الاهلي كلام اللاعبين مع بعضهم لا خلاص هنقفل صفحة مباراة ساند اونز هنحتاج ان احنا نفتحها مرة تانية ولكن بعد ما انتهي من مباراة القطن الكاميروني ومباراة الاهلال واصعد للمرحلة القادمة إن شاء الله في دور المجموعات وكمل مشواري في دور أبطال إفريقيا هيبقى لكل حدث حديث إن شاء الله في الأمور الخاصة بمباراة ماميلي دي ساندونز لكن حاليا حالة الحزن اللي عيبة وصل لهم تماما تماما كل اللي موجود واللي بيتكتب على السوشيال ميديا وكل اللي واصل من جمهوري للنادلالي ولكن خلاص بنقفل صفحة مباراة ماميلي دي ساندونز عندنا نقطة مهمة جدا عندنا مواجهة فريق القطن الكاميروني وبالمناسبة كابتن إسلام يعني حضرتك كنت بتتكلم في بداية كلامك وفي مستهل كلامك على إن حضرتك كنت من الجيل اللي تفرج على جمهور في المدرجات والجيل اللي كان يعني كان في التدريب بيلاقي جمهور مالي المدرجات بتلعب مباراة في الدوري في الكاز في أفريقيا جمهور النادل أهلي بيملى جنبات الأستاذ في هذا الصياق عايز أفعند حضرتك عند نقطة في غاية الأهمية وهي أنه هو جو بروس المدير الفني المنتخب الجنوب أفريقيا المدير الفني البلجيكي طبعاً اختار عشر لعبين من فريق ماميلي دي ساندونز علشان يكونوا القوام الرئيسي معاه في المبراطين اللي يخدهم المنتخب الجنوب أفريقي في يوم 24 ويوم 28 أمام ليبيريا لما تسأل في هذا الأمر والأوساط الإعلامية اتكلمت في هذا الأمر كلموا أن المنتخب جنوب أفريقيا بيحاول يكرر تجربة المنتخب المصري في عام 2006 و2008 و2010 مع النادي الأهلي لما كان القوام الأساسي لمنتخب المصري من النادي الأهلي قال إن ده بيزيد مزيد من التجانس وده بيدي حالة من الروح المعنوية ما بين اللاعبين ولذلك كل الأوساط الإعلامية هنا في جنوب أفريقيا بتتكلم على تجربة النادي الأهلي مع المنتخب المصري في الفترة الزهبية للنادي الأهلي اللي كانت ما بين 2005 ل2010 وإن إزاي إن المنتخب المصري كان قوامه الأساسي كله من اللاعب للنادي الأهلي الأوساط الإعلامية أيضا هنا كابتن إسلام بتتكلم على إن النادي الأهلي بالنسبة لهم واحد من المرشحين للبطولة وقالوا إن النادي الأهلي يعني كافة النادي الأهلي هي الأرجح في الصعود بجانب ماميلي دي ساندونز وأن فريق ماميلي دي ساندونز قادر على تحقيق الانتصار أمام الهلال السوداني في السودان عايز أقولك أن الإعلام هنا كله كل وسائل الآن في جنوب أفريقيا بتتكلم أن فريق ماميلي دي ساندونز قد يذهب بعيدا في هذه البطولة وتكرار إنجاز عام 2016 لذلك كل الحديث على الوصائل التواصل الاجتماعية والوسائل الإعلامية من خلال الإعلاميين هنا في جنوب أفريقيا بضرورة إحراز الثلاث نقاط أمام فريق الهلال السوداني نرجع مرة تانية يا كابتن إسلام ليه فريقنا وفريق النادي الأهلي زي ما حضرتك عارف خلاص هنقفل هذه الصفحة خلاص عندنا يعني لكل حدث حديث لكن الأهم الحدث الأهم هي مباراة القطن الكاميروني فريق هيستقنف تدريباته غدا بمشيئة الله في تمام الساعة 11.30 صباحا طبعا مستر مارسل كولر هيعقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين إن شاء الله غدا في تمام الساعة 7.30 وهذه هتكون أول محاضرة أن مستر مارسل كولر يكتمع مع اللاعبين من بعد مباراة مميلي دي سانداونز تركيز الترتيبات اللي بتتم أستاذ طريق أنديل رئيس بعثة النادي الأهلي وعضو مجلس الإدارة في تواصل دائم مع السمعالي السفير متحة المليجي سفير جمهورية مصر العربية لدى الكاميرون لترتيب كافة الأمور الخاصة بإقامة وبعثة فريق النادي الأهلي في الكاميرون اللي إن شاء الله لعيب النادي الأهلي بإذن الله كابتن إسلام زي ما حضرتك قلت إن شاء الله إن شاء الله هتكون بداية تقديم ولو يعني زي ما بتقول نقطة اعتذار لجمهور النادي الأهلي اللي يستهل مننا كتير تمام ممكن تطميني على محمد عبد المنعم أخباره إيه نقطة مهمة جدا أنا كابتن إسلام يعني أنا كنت أطمت بالفعل حضرتك على محمد عبد المنعم خلينا أقول لك يعني كان الدكتور أحمد أبو عبلة زي ما صرح لنا بالأمس أنه يجري اختبار طبي اليوم لتحديد مدى إمكانية محمد عبد المنعم لكن خلينا أكد لك يعني منذ لحظات كنت مع الدكتور أحمد أبو عبلة رس الجازة طبي اللي أكد لي خلاص جهزية محمد عبد المنعم إن شاء الله اللي يكون جايز لمباراة القطن الكاميروني حسين الشحات جايز لمباراة القطن الكاميروني خالد عبد الفتاح الجائز أيضا لمبارات القطن الكاميروني أحمد عبدالقادر كافة اللاعبين إن شاء الله بعثة الأهلي بالكامل بدون إصابات ستستعد سفر إلى الكاميرون وإلى مواجهة القطن الكاميروني كاملة العدد بإذن الله النادي الأهلي يستعيد هؤلاء اللاعبين إن شاء الله ليكونوا عوامل إيجابية ومؤثرة جدا فيه في مشوار النادي الأهلي ويحققوا إن شاء الله الثلاثة نقاط المنتظرين بإذن الله أتمنى وأتمنى أن كل الكلام اللي بيحصل هنا يصل لكل اللاعبين من خلالك يا فرور أنا عارف أن أنت قريب من كل اللاعبين قلهم جمهور النادي الأهلي ينتظر زي ما أنت قلت أو زي ما دايما بنتكلم بداية اعتذار ولو حتى بنسبة 1% إن شاء الله في مباراة يوم الجمعة القادم وننتظر بقى إحنا اللي عملنا في نفسنا كده ننتظر الحقيقة ماذا سيفعل سانداونز مع الهلال السوداني في السودان الحقيقة الصحافة في جنوب إفريقيا تقول زي ما هي عايزة في النهاية أنا كنادي أهلي وأنا كلاعبين اللي حطيت نفسي في هذا الموقف أتمنى أن احنا نقدر نخرج من هذا الموقف يوم الجمعة والسبت اللي جايين لأن الجمعة مرتبط بالسبت والسبت حيبقى مرتبط بنتيجة الجمعة فأتمنى أن كل ده يصل لكل اللاعبين لأنه بالفعل كلنا زعلانين وكلنا مدائين وكلنا غضانين أنا بشكرك جدا يا فاروق على وجودك معنا ودائما الحقيقة عاملين شغل رائع حتى في ظل هذه الظروف الصعبة وخسارتنا ولكن يظل دائما قناة النادي الأهلي بتحاول دائما تنقل لحضراتكم كل ما يحدث بس عموما خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع وعندي كلام مهم جدا فيما يخص منتخذنا الأولمبي منتخذ الأولمبي عنده بوبرام مهمة جدا يوم 22 إيه حكايتها وإيه الموضوع موضوع صعب جدا 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 هقوله لحضراتكم ولكن بعد هذا الفاصل أفضل متفاهم في تاريخ الكرة المصرية وواضح إن فيه سير جبير في العلبة اللي دائما بنشوفها معاك لما حققت النجاح اللي استحقه وقتها حبيت رقم 6 الشمس هي مصدر الحياة وفيتامين دال هو أهم الفيتامينات علشان كده يسمى فيتامين الشمس واللي نقصه بيسبب مشاكل كتير لو بتعاني من مشاكل نقص فيتامين دال خد فيدي بيكس بالجرعة اليومية 2000 وحدة دولية عايز فيتامين دال أمين وفعال خد المنتج الأقوى فيدي بيكس نوم أهدى تركيز أحسن مناع أقوى بداية جديدة مع فيدي بيكس عشرة صبح في الأهلي مع كريم كوجوك ونهواند سري عشرة صبح في الأهلي من الأحد إلى الأربعاء العشرة صباحاً على قناة الأهلي كواليس وأسرار بتنزع لأول مرة يعني ماذا معرفتك بالندي الأهلي بشكل خاص؟ فريق الثاني تتويجاً بالبطولات في العالم بعد الريال مادرينة محمد شنوي حارث قوي حارث كبير أنا لاحظته ورأيته في بطول الكس العالم أيضاً أعرف فيبو كأحد أساطير الكرة الأفريقية هناك فرق بين الزهب والماد الأهلي عظيم مثل الإنتر واليوفان تابع كل الجديد وازمت ساعتك على مهدنا السادسة برحب بك على شاشة الأهلي وأهلاً وسهلاً بك في السادسة برنامج السادسة من السبت إلى الأربعاء الساعة السادسة مساءً على قناة الأهلي الأهلي مش هيسبنا اشتركوا في القناة الحقيقة فيه موضوع مهم جداً عندي قبل ما نتكلم مع حضراتكم عن الأخبار اللي عندنا دلوقتي أنا بشوف أن احنا بننتظر فشل جديد لمنتخب جديد داخل الاتحاد المصري لكرة القدم فشل منتخب 2006 بجهازه الفني مع كابتن محمد وعب على ما أتذكر فشل منتخب 2003 مع مديره الفني كابتن محمود جابر طيب هل المنتخب الأولمبي داخل على فشل طيب خليني أحكي لحضراتكم قصة المنتخب الأولمبي إيه عشان لما بنقول حاجة هنا بنقولها قبلها علشان الناس تعرف عشان على الأقل جمهور النادي الأهلي وهو السواد الأعظم من المواطنين في مصر قوة أهلاوي فالناس تبقى شايفة إيه اللي بيحصل مع منتخب مصر الأولمبي هذا المنتخب المعد علشان نلعب في الأولمبيات القادمة منتخب مصر الأولمبي عنده مباراة 22 طيب هيتجمع إمتى؟ هيتجمع يوم 15 مارس يعني بعد يومين أول تجمع ده هيكون بدون لعبي الأهلي والزمالك وفوتشر وبيرميز اللي هي الأندية المشاركة في أفريقيا طيب متى سيكتمل المنتخب الأولمبي؟ هيكتمل يوم 20 هيكتمله يوم 20 طيب عندنا مباراة ودية مع السودان يوم 18 يوم 20 تكتمل الصفوف يوم 22 هنلعب مع زامبيا الساعة 6 على سالة دفاع الجيوم تخيئ لحضرتك أول مباراة رسمية بعد شهر 9 اللي فات هي المباراة دي ودي أول ماتش في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا تحت 23 سنة المقرر إقامتها في المغرب هذه البطولة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 فأنت يوم 22 هتلعب أول مباراة في التصفيات اللي اتأهلك للمغرب وانت هتكتمل يوم 20 طيب بعد كده هكمل لحضرتك بقية القصة لازم تسافر زامبيا تلعب مباراة العودة يوم كام؟ 26 مارس خلي بالك رمضان كل سنة وحضرتكو طيبين غالبا 23 اللي هو يوم الخميس فأنت هتروح تلعب 26 يعني بعد مباراة الزهاب بتلت ايام وفيها رمضان التلت ايام طيب هل حضرتكو عارفين السفر هيبقى عامل ازاي من هنا من القاهرة لغاية زامبيا حوالي من 11 ل 13 ساعة فيهم 3-4 ساعات ترانزيد في اثيوبيا على ما اتذكر يعني فانا كل اللي بطلبه عشان انا في 2006 اتكلمت قلت فشل في 2003 اتكلمت قلت فشل طيب هنا عشان اقدر حاسب اتحاد كرة القدم لازم ايه اللي يحصل وانا الحقيقة هنا هتوجه لدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة دكتور اشرف عندنا مباراة يوم 26 قبل بس ما اعرف نتيجة مباراة يوم 22 كمان عندنا مباراة يوم 26 مباراة العودة هتكون في السيام رمضان وصفر اكتر من 12-13 ساعة الطيارة الخاصة هتفرق كتير جدا 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 مع هذا المنتخب يعني الطيارة الخاصة مهمة جدا 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 ارجو من الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ان هو يتدخل في هذا الامر علشان يساعد اتحاد كرة القدم في ان هو يجيب طيارة خاصة للعبين لانه زي ما قلت لحضراتكم هتسافر يوم 23 تقعد 13 ساعة ما بين صايم وما بين صيام وفطار وبعد كده تنزل وبعد كده تطلع تلعب المباراة في الصيام فارجو علشان نقدر نحاسب اتحاد كرة القدم ها دكتور اشرف ان انت تساعد ان حضرتك تساعد فيه ان يكون هناك طائرة خاصة لنقل المنتخب الاولمبي هو اللي فاضل لنا المنتخب الاولمبي اللي فاضل لنا المنتخب الاولمبي معاهم مدير فني جيد نكالي معاهم مجموعة محترمة من المدربين اللي موجودين معاه وبالتالي اعتقد ان الدكتور اشرف صبحي لا يتأخر عن دعم المنتخبات الوطنية في ظل هذه الظروف الصعبة اتمنى ان هو يخصص طائرة خاصة لبعتة المنتخب الاولمبي اللي بنتمنى له يا رب كل التوفيق في التصفيات والتأهل للأولمبيات عشان يفرح بلدنا ونفرح مصر كلها دي كانت حاجة سريعة جدا اتمنى ان الدكتور اشرف يستجيب لهذا الامر طيب يعني احنا قلنا كل الاخبار مع زميلنا فاروق صراح النهاردة في الدوري العام بيرامتز بي يخسر من البنك الاهلي بهدفين مقابل هدف وحيد والاليتري مجوسة تيسي جاي حكما لمباراة المنتخب الاولمبي مع زامبيا ثلاث معسكرات للحكام خلال فترة توقف القادمة وبريرة في اول معسكرات الحكام امامنا مهمة صعبة ونعمل كأسرة واحدة للتطوير اتمنى ان يحدث ذلك خلال الفترة القادمة وصلنا لفقرة صنعة في الاهلي وبطلة فقرتنا النهاردة ركبت النادى وليد نجمة الاهلي للكرة الطائرة نادى وليد واحدة من نجوم الكرة الطائرة في الاهلي ولها دور كبير في الانجازات اللي بتحقق على مستوى كرة الطائرة بدأت من ناشئات النادي الاهلي في الكرة الطائرة واستمرت في القلعة الحمراء حتى اصبحت من اهم اللاعبات في الفريق الاول وهي افضل لبرو في مصر وواحدة من افضل اللاعبات في النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني يلا نشوف تقرير مع نادى وليد لعبة النادي الاهلي للكرة الطائرة ونعرف اسرار وكواليس البطولات اللي اتحققت خلال مسيرتها وبعد التقرير فاصل وبعد الفاصل هنستقبل النجم الكبير كابتن محمد حشيش في ضيافة البيت الكبير هو الاول ان انا عيلتي كلها كنت بتلعب بولي فانا طبعا كنت بروحة فرق لبابا وبيلعب كان لسه ما بطلش كان لسه لعيب فانا صغيرة كان عندي تقريبا سبع سنين او اصغر كمان كنت بروحة مع بابا هو بيتمرن وانا عد بقى اجري في الملعب وكده فكان هو فرقيته كانوا بياخدوني يلاعبوني بقى اللي هو بنت صغيرة بنت صاحبنا فبنلعبها وكده بس انا مخترتش هو انا طولت في البولي يعني بس فلعبت سنة مع بابا هو بابا كان بيلاعف نادي التيران وبعد ذي على طول بعد السنة دي فالنادي كابتن ناصر شافني وقال ان هي لازم تيجي الاهلي هتبقى لبرو كويسة قوي لانا انا صغيرة كنت قصيرة قوي يعني بس فجيت على طول النادي ما كانش فيه وقتي تحت 8 سنين كان اصغر حاج 10 سنين فعدت فيها بقى شوية عشان كنت صغيرة بس فدلت بقى لعب الناشئين اللي هو بلعب سني وقتصعد الأكبر مني و لحد 2017 كابتن حمدي رح يكلمني وقال لي انا بحتاجك معايا في الفيرستين عايز اكتبقى لبرو صغيرة لكل كانت عالةitzer بس فقد اول سنة ل줄 في 2017 بالزبط لتتعدل مع الفيرستين الناشئين فش يعني مش هباه فاكرينهم قوي بس تقريبا احنا كسبنا 80% بطولات اوي اقتر كمان يمكن كنا خسرنا بس تبتو ثلاثة مع الفيرستين من اول 2017 اما اتعدل كان اول حاجة الدوري والكاس كسبناهم باشكة بطول العربية مش احسن حاجة دي احنا خذنا فيها تاني بعد دي دي أبقى افريقيا دي كان اصغب حاجة بالنسبة لنا ان احنا خسرنا بطولة وكده بس الحمد لله عرفنا نعوضها ودي كتنا أصعب البطولات ليا يعني وبعدين بقى خدنا الدوري والكاس وكل الحد أخر حاجة كاس السوبر ده فالحمد لله يعني كلهم كانش أسهل حاجة بس كتنا من لسبة لي أصعب حاجة أفروكيا طبعا هي السوبر طبعا لنا كلنا كتت أغلب طولة يعني التطبق السنة دي يعني ومن سنة الفاتحة وإحنا عملين اللي هو إحنا أول سنة هنلعب كاس سوفر وإحنا عايزين نكسب البطولة ذي اللي هتبقى طبعا مكتوبة إن أول كاس سوفر يتعامل لأهل اللي كسبوا بس فكنا المطشات بالنسبة لي كنا حنا متوطرين إنه هي دي برضو بطولة في أول سيزين خوالص إحنا نسا نعبناش أي حاجة يعني وكده بس ففففلنا ماشين نقطة يعني مطش بمطش حد ما وصلنا فيه مطش مطش سبورتنج كان مطش صعبة قوي لأن سبورتنج فرقة كويسة قوي يعني بس المطش ده الحمد لله كسب نسا تتنين المطش ده لو كانت فلت من لنا كانت الموضوع كان هيبقى أصعب بكتير يعني كان هيدخلنا في الطريق أصعب بس الحمد لله قدرنا نكسبه لإن بجد إحنا كان عندنا روح كتالية فوزياء إن إحنا عايزين نكسب البطولة ديت يعني الحمد لله موسيقى كابتن حمدي لما كلمني كنت أنا لسا عندي نهايات اللي هو 18 سنة كنت متصعدة لهم كمان كابتت أنا تحت 16 هو قال لي قبل مطش الفاينل بتاعي بالضبط مطش فاينل ده أتصبت يعني أنا ملحيت شاف راح أنا ساعتها فرحت قوي بس التاني يوم ده لما لعب جالي جزع في الصليبي فكان بالنسبالي إن أنا أصلا نسيت إن هو كان كلمني إن أنا أتصعد يعني طبعا ركزت في الإصابة بس من ساعتها كابت حمدي كان لأ لو لأ أنت لازم تتعالجي كويس وأوما تطبت على طول خلاني أجيله لأن دكتورة تشوف رجلي إلا حاصل وكده بعدين بقى نسيت وسبت ده كل ده على جنب وفضلت عالج في رجلي مثلا شهرين تلات شهور حاجة كده بس بعديها بقى على طول سيزن الجديد يعني سيزن ده كان خلص في آخر الدوري وبكاس وإحنا كنا في آخر الناشئين من السنة اللي بعديها بدأت مع تمرين طبعا أنا كنت عندي رهبة لوا كابت الحمدي بالنسبالي أنا بشوف كابت الحمدي في الصور وفي التمرين اللي هو مدرب كبير قوي والفرقة كمان يعني كان فيك ناس كبيرة قوي كانت لسه يعني موجودة بس أول أسبوعين ليا مكنتش لوا مش عارفة أقلم أنا عايزة أنزل تاني مع الناشئين لوا أنا عايزة سكت يعني بس زي ما قلت لك بس نهلة وقفت معي قوي وكل فرقة بجد كل فرقة كبار وقفوا معي اللي هو إلعابي لعبك أنت كي كان مش خسرانة حاجة أنت صغيرة محدش هيقدر يقول لك حاجة حتى لو ملعبتش كويس وبرضو أنا لسه فاكرة قوي ماتش ليه كان معاهم كان ماتش بس كان ماتش ودي مع برقة التيران من كوترة ما أنا كنت خايفة أنا لعبت وحش جدا الماتش دوت اللي هو أنا مش عارفة مين أنا جنبي برضو ناس كبيرة قوي فأنا مغضودة اللي هو شلوني لحد ما ببقى كويسة بس من بعد دي هبقى قاعدوا معي اللي هو لأ ما تخفيش من حاجة أنت بجد كويسة وعندك البطانش أنت تبقي أحسن وأ طبعا أنا أحب أشكرهم قوي لأن جمهوري أهلي ده وقف معي في حاجات كتيرة قوي 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 يعني مش عارفة أقول إيه أكتر من بجد أوعيدكم إن شاء الله البطلات السادية تبقى لينا وإن إحنا مش هنزع لكم خالص وإن شاء الله نعمل أكتر حاجة ممكن نعملها وشكرا أنتوا دائما تساورت لينا أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين خلوني أرى حب دفي في هذه الفقرة نجم الكبير كابتن محمد حشيش زي كابتن محمد أسلام بحضرتك الحمد لله خليني أبدأ برضو مع حضرتك وأعرف رأيك فيما حدث في مباراة يوم السبت الماضي أمام جنوب أمام سانداونز جنوب أفريقي يعني هي طبعا كانت نتيجة مؤلمة وماتش طبعا صعبة بالنسبة النادي الأهلي مش النادي الأهلي طبعا يعني اللي يخسر بالأهداف دي نعم إنما أنا عايزة أقول حاجة تانية يعني مش عايزة أتكلم كتير طبعا في اللفات لأن اللي جاي مهم قوي واللي جاي قريب يوم الجمعة ماتش بتاع القطن الكاميروني وبعد كده الهلال طبعا إحنا ما بنمشي في الشارع وخلال فترة الفاتوة تأكيد بتقابل للناس يعني إزعلانة وتعبانة ومتدايقة وعليها ضغط حقوم طبعا لأن الناس في دمها النادي الأهلي وبتتفاعل مع المباريات وعندها دايما طموح مع النادي الأهلي أنه بطولة مش إنه هو ماتش ولا اتنين ولا كلام من ده الناس لغاية النهاردة بصة للبطولة مش بصة إن إحنا نصعد ولا ما نصعدش يعني طبعا ده في علم الغيب بس أنا عايز أقول للعيبة أن أنتوا قادرين أن أنتوا تلغوا الفكرة دي اللي فاتت أو المنظر اللي حصل بين المبارتين الجايين الكرة فيها للعجب إسلام أنت ما تعرفش نتاج التاني أنا عكسك في هذا الأمر يستطيع أحد إلغاء هذه الفترة أو هذه الفكرة وزي ما حضرتك دايما متعودين إحنا على هذا الأمر من 1907 وحتى الآن إن اللي بيخطئ بيتم عقابة أو المقصرة نقاسة بعدش بيخطئ مفيش حاجة هتتلغي اللي أنا عايز أقوله مفيش حاجة هتتلغي بس هتتلغي مؤقتا لأن إحنا ليس أمامنا غير الدعم والدعم القوي جدا جدا خلال الفترة اللي جاية يعني أنا عايز أقوله حتى الجمهور الزمن غير الزمن إحنا قبل كده ما كناش لا فيه سوشيال ميديا ولا موبايلات ولا كلام من ده فكنا بنسافر وبنروح وبنيجي ما بنحسش بالشارع المصري عامل إزاي إنما هم متابعين كويس قوي فإنت دلوقتي موضوع الانتقادات وموضوع التقطيع شوية حق الجمهور يامل هو ما عايزه حقكو بس أرجوكو يعني سيبوا الكلام ده دلوقتي النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي هو الدعم الحقيقي للنادي الأهلي حقيقي يا كده صحيح وهو اللي وصل النادي الأهلي إنه يبقى نادي القارن مرنا بظروف صعبة في أوقات كتيرة وتغلبنا عليها وصلنا أكتر من مرة وتغلبنا عليها بفضل التعاون ما بين كل المنظومة مليون في المئة منظومة النادي الأهلي أول حاجة فيها الجمهور إدارة جهاز فني لعبين إعلام كل ده آه طبعا بيبقى في بعض الانتقادات ما بيننا وما بيننا بعضها عادية جدا طبعا لازم 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 لكن في النهاية الجمهور ده والحق في كل شيء وأيضا خلينا نقف بقى جنب بعض وإدينا في قدين بعضك العادة ده اللي أنا عايز أقوله يعني الإدارة عملت اللي عليها نعم كابتن خطيب عمل ووفر كل حاجة كل حاجة للفرقة أن هي تقدر تعمل أو تحقق طموح النادي الأهلي في بعض الحاجات آه في اللعيبة مقصرة فيها مش هنقول مش مقصرة لا مقصرين في بعض الحاجات خلال المباراة اللي فاتت أو من أول الدوري للمجموعات الحقيقة إنما برضو الكلام ده يعني يتلغي دلوقتي أنا عارف إن الكابتن الخطيب حطيتها في دماغه وسايبها لمرحلة بعد كده زي ما أنت بتقول المقصر أو اللي ما قداش اللي عليه حسابه حييجي مصبور خالد أنا حالك دي مش معلومة أنا مش واخد حد قال لي يكلمني ولا بتاع قال لي ده حيحصل لا أنا متأكد إحنا عارفين من دروس سابقة صحيح إنه مش حاجة بتعدي كده في النادي الأهلي صحيح طالما أن هناك مقصر وأن الجمهور شايف أن هناك مقصر إذن سيتم العقابة أنا من عشريتي للكابتن الخطيب كمان هو مش هيسيه بالموضوع ده أي حاجة طول عمره بتمس النادي الأهلي بقى فيها قصة قصة كبيرة بس بيختار التوقيت المناسب إحنا دعمين وهو داعم ومجلس إدارة كله داعم للفرقة المباراة اللي جاية واللي بعدها اللعيبة استغلوا الظروف اللي حصلت دي كلها والمشكلة اللي حصلت اللي أنت حطيته نفسكه فيها إزاي بكت إزاي مهو دا من اللي ننطلق للمباراة القادمة كيفية الوصول إلى نواحي إيجابية ننطلق بيها ما هو أنت لما تيجي تبص على الموضوع اللي فات أنا مثلا قلت أن أنت تجيب جنين وأنت بالحالة دي دا شيء إيجابي طبع طبع وفرقة زي دي وفرقة زي دي لأ شيء إيجابي صحيح إيجابي جد صحيح يعني أنت قادر الله ينور عليك إنت لو بمستوك الطبيعي لأ كنت تكسبت الفنقة دي عايزة بزبط وجد نظري أنا عارف الناس هتزعل وتقول لي أنت لأ بس أنا بقول لأ بس دي حقيقة إن هذه هي الحقيقة فأنا حبص للناحية الإيجابية في خلل ما حصل حننسى دلوقتي في تكاسل شوية من بعض اللعبات في كذا في كذا في كذا مش هندي مبررات وحنقول أصل كذا واللي حصل لا لن يقبل أحد بالمبررات خلص لأن ما فيش مبررات عشان ما نتحكش على الجمهور ولأن الجمهور الكرة كمان والنادي الأهلي بالتحديد الجمهور النادي الأهلي بيفهم وزواق وعارف صحيح بس أنا بطلب منهم برضو مزيد من الدعم يا جماعة بلاش الكلام ده أجلوه لوقت تاني بعد كده أنت قدامك أنت قدامك لسه طالما لسه ليك فرصة حتى إن كانت واحد في المية خمسة في المية عشرة في المية لازم تدوس مين قالك إن النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله يخطي المباراتين اللي جايين بمكسب وزروف تخدم وإن شاء الله نكمل في البطولة وما ناخدش البطولة ليه يعني بص الجاني بقى التاني خالص اللي الناس تفكر فيه يعني خلينا بيني وبينك برضو طبعا طبعا ده شيء رائع جدا كرة 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 ولكن من نهاية خلينا نبص اليوم الجمعة الأول وبعد كده نبص اليوم السبت طبعا وبعد كده نبص للسبت اللي بعده أو الجمعة اللي بعدها في مباراة الهلال وعايز أقول عايز أقول للعيبة نصيحة إن هم يطلعوا الغل اللي جواهم دلوقتي والزعل وإن هم زعلوا الجمهور يتقلب بقى الناحية أجابية إن انت طلع كل طاقتك إزاي بقى لا بيحصل يا كابتو كل طاقتك تطلع خلال المباراة اللي جاية أنا غلط إحنا غلطنا الجمهور زعلان مننا لأن إحنا إحنا كلنا كنا بنلعب عشان النادي الأهلي وعشان جمهور النادي الأهلي حقيق العنصر اللي مستمر صحيح يعني العنصر الوحيد اللي في المنظومة هو اللي مكمل عبر الأجيال بالزبط كده بالعكس يطلع من جيبه علشان يروح يتفرج عليك هو بيزعل وبيحزن وبيفرح وكده طبعا فخليكم مع الناس اللعيبة اللعيبة بيوصل لها كل حاجة محتاجين دلوقتي الزعلانين منهم أنت تخال أنت ما تبعث رسالة حلوة هتفرق جامد جدا مع اللعيبة وإحنا مجربين وعارفين ما كنا في حاجة بتحصل ومن قبل حد في الشارع ما فيش بقى السوشال ميديا من قبله في الشارع ويقول لك كلمة اللي أنت منتظر منه أنه هو يقول لك كلمة جادة أو صعبة أو أنتقدك أو بتاع بيقول لك لا معلش وإنت قادر وإحنا معاك هو ده الفرق هو ده الفرق الكبير بيقول الأهلي وإي حد تالي حاول الكلام اللي حصل ده للطاقة إيجابية وانزل هو ماتش صعب جدا برضه عشان يعني هل تكلم فنية إنما طلع الكلام ده كله اللعيبة اللعيبة مع نفسها كابتن الفرق وانا عرفت إن بعض كابتن الفرق قعدوا مع بعض عشان يعودوا مع اللعيبة ويكلموا هي اللامة دي اللي هتجيب إن شاء الله المكسب بالجدعانة بالروح مش هتكلم على تشكيل ولا على طريقة ولا كلام من دي دي ماتشات لعيبة بقى جوه الملعب صحيح ماتشات جدعانة ماتشات حماس أغطي على زميلي أتكلم مع زميلي أبقى مركز على طول وفاية عشان أقدر أتغلب على الكلام ده أبص الأدام ليه لا إن أنا إن شاء الله أكسب الماتش ده يخلص الماتش ده عندي ماتش تاني مع الهلال أكسب إن شاء الله الماتش التاني أهم حاجة كمان إن هما ما يفكروش في الطرفين التانيين يعني هو داخل المباراة ما يفكرش يعني يبقى عالدي ماتش أنا بيبقى كيف يفوز في هذه المباراة بعد كده حلال بس خالص لأن الفايصل إن أنت تكسب بصش بقى النحة التانية هتعمل إيه ولو حصل كذا ولو حصل والحسابات دي مش عايز اللعبة تعمل حسابات أنا عايز اللعبة تركز في مباراة جاية إنها تقدر تعمل مباراة كويسة وإن شاء الله تكسب التلاتة بونت وبعد كده نبقى نفكر بقى في المباراة الهلال اللي في القاهرة يعني طيب برضو يا كابتن أحداك قلت إن المباراة دي صعبة كلنا شفنا إن فريق القطن الكاميروني فريق فنيا من النحية الفنية أقل فرق مش المجموعة دي أقل فرق المجموعات الحقيقة كلها هو القطن الكاميروني وبالتالي لما تكسبوا تلاتة ده الطبيعي هنا في مصر لما تكسبوا تلاتة ده الطبيعي لما تروح تكسبوا هناك ده الطبيعي ولكن إيه بقى لكن إنت رايح له وإنت خسران أوكي وهو خلاص ما ملوش أي أمل في أي حاجة هو كل أمله إن يعمل مباراة قوية مع النادي الأهلي مع البطل إن الأهلي بطل وحيفضى البطل يعني مش مباراة اللي هتخليه كده ولا كده لا حصل أي حاجة يعني أنت فاهم إزاي إنما النادي الأهلي بطل فهو عنده يعني دوافع كبيرة جدا جدا إنه يستغل هو فاكر إنه يستغل الحالة النفسية بتاعة لعبة النادي الأهلي وبتاعة النادي الأهلي اللي أتمنى إنها ما تكونش كده أتمنى إنها تبقى متغيرة إنها أنا رايح لأنه أكسبك عندك سبتك في مصر وهكسبك عندك لأن أنا بفكر في الثلاثة بونت أنا حكسب منك الثلاثة بونت إن شاء الله أكسب منك الثلاثة بونت مبارا قوية جدا جدا كل واحد هتطلع اللي عنده في القطن الكاميروني هم برضو يعني لعيبة صغيرة ومعندهمش خبرات إلا بعض اللعيبة اللي فيهم عندهم خبرات إنما هيلعب بكل طقته وكل قوته عشان يحقق حاجة يبقى طلع من البطولة دي بمكسب بحاجة تبقى يعمل حاجة فيه لا البطل هتعلم الزبط كده لو كسب النادي الأهلي ما وحيعلم الله قدر رأيه إليك أنا خرجت بقى البطل بالزبط يعني انت فاهم ده هتبقى كده لقدر الله يعني هو بالنسبة له هتبقى حاجة كويسة قوي فانت كل الكلام ده بترجمه في الملعب ومش عايز إن احنا يعني اللعيبة آه لازم تتكلم مع بعضها والكباتن والجهاز والناس وكابت سيد عبد الحفيز والناس كلها هتتكلم آه طبع بس كل ده ما يسويش حاجة قدام أدائك في الملعب ورجلتك في الملعب اعتبر إن دي ده ماتش كاس إن انت منفعش فيه كده ولا كده انت حطيت نفسك في موقف يعني المباراة اللي قبل كده بنقول إيه لقدر الله لو حصل حاجة يبقى فيه لسه آمل يبقى فيه لو كان كذا كذا لا المباراة دي فيصل في حاجات كتير مش هتكلم عن المباراة دي أنا بتكلم عن المباراة الأولينية لأن لسه المباراة التانية ما حدش عارف الظروف إيه إنما أنا بتكلم على المباراة دي مباراة كاس مباراة مفصلية بالنسبة لنادي الأهلي انا عايز اقول للعيبة كمان ادل عليك اعمل كل حاجة تقدر تعملها كلعيب بتنتمي للنادي الاهلي بتحافظ على اسم النادي الاهلي قبل اسمك انت انك تموت نفسك تجيب التلاتة بونت والاهلي قادر انه يجيب التلاتة بونت فالنيات بقى ومين يلعب واربعة تلاتة مش عارف كذا الكلام ده كله في الكرة انت عارف يا اسلام انت بتنزل في ملعب ممكن تلاقي متغيرات كتيرة الجدعانة واللعب يعني المدارب اقولك ما تطلعش في الحتة دي وانت شايف ان انت لازم تكمل في الحتة دي تغطي على الراجل اللي جنبك في الحتة اللي جوا خبرات النادي الاهلي النادي الاهلي في خبرات كبيرة في الملعب لازم ان انت تستغلها ادائك ورجلتك وقوتك من البداية كمان عشان تفاهم المنافس ان اللي فات ده كان كبوة وخلصت انه مرجايك سابك انا لسه موجود انا النادي الاهلي بمناسبة كلام حضرتك هل مرسل كولر كيف يبدأ هذه المباراة اذا كنت زي ما حيك بتقول كده فلازم يبقى بيدغط من قدام في ظل الاجواء حرة وظروف اجهاد غير طبيعية بتحصل مع الفرقة وظروف ارهاق غير طبيعية ما بين سفر وما بين مباريات كثيرة في اقل من 36 يوم اعتقد او 35 يوم صحيح صحيح وبالتالي هذه ليست مبررات بس لازم اكمل الاجواء ما حدش يقولك انت بتبره هذه ليست مبرات ولكن هذه هي الحقيقة فبالتالي انت وانت بتتكلم عن هذا الامر فتجد انه كيف يخرج كولر ويلعب بغض النظر عن طريقة اللعب او حتى حضرتك لو شايف يلعب ازاي يلعب هاي بريشر او ضغط عالي ولا يلعب ينتظر في نص الملعب يعني هيبقى عنده كيف يفكر كولر في هذه الملعب يعني انا طبعا مش مش هقدر اقول ان يضغط من قدام ضغط عالي لان برضو احنا شايفين ده سفر جوه سفر كمان يعني اللعبة جاء من القاهرة على جنوب افريقيا وطلع على الكاميرون سفر جوه سفر واجواء حرة وانت عارف ان اجواء حرة جدا جدا مقدرش ان انا يعني على الاقل بس اجس النبض في الاول واقدر العب بتوازن برضو يعني مفتحش برضو الملعب لقدره عشان ماجيش فيها حاجة تلخبط لي حساباتي وتبرجي للعيبة يعني انا ابدأ ابدأ واحدة واحدة واخد بالك ازاي وعندي دلوقتي فيه سرعات في النادي الاهلي في الناحية الهجومية استغلي كمان الاخطاء اقلل من يعني اقلل من اخطائي قوي يعني اهم حاجة في المبارات دي وفي ظل الاجواء دي ان انا اقلل من اخطائي في الملعب البساط الغلط اللي ممكن تكلفني مجهود زيادة منت لما بتخطأ في الكرة اسلام او بتمرر كرة وبتقطع منك بتكلفك انت شخصين مجهود اكبر ان انت بتحاول ترجع كرة تاني يعني تضع كرة في رجلك يبقى افضل بالضبط كده الاستحواز والكرة هي اللي بتتنقل تحاول ان الكرة هي اللي تتحرك انت ما تتحركش كتير نتيجة برضو اللي الضغوطات اللي عليك حاول ان شاء الله باذن الله انك تستغل لكل مفاتيح اللعبة بتاعتك التصويب لان الجون بتاعهم او مش على المستوى المطلوب شفناه في المبراء الاولانية تقدر تجيب جون هدف في البداية انت اللي هتركب المطش ان شاء الله لو جبت هدف من البداية تقدر تجيب هدف وتجيب التاني وتحافظ على الكلام ده يعني عايز اقول ايه ما تتسرقش السكينة زي ما بقوله ان انت مثلا حتى لو جبت هدف بقى تبتدي تلعب وتفتحه لان برضو هو مش باقي على الحاجة يعني ايه اكتب عليش مقول انا لو جمول وقعب اتفرج عليك هقولك يعني ايه مش باقي على حاجة مو ده اسهلي لا مش اسهلي لسبب لان الراجل اللي مش باقي على الحاجة ده ممكن تلاقي لعبه فيه النوع من العشوائية وخصوصا لو جبت فيه هدف من البداية حيبتدي بقى عايز يهاجم عشان يعمل حاجة معاك يعني ما يتغلبش كمان على ارض وممكن يفتح خطوته وممكن يبقى فيه نوع من عدم التركيز ممكن انت تستغل الكلام ده فهي مهمة بس ازاي بقولك انا قلل الاخطاء قوي وخصوصا في نص الملعب عشان الاخطاء اللي في نص الملعب دي بتربك حساباتك وبتسبب عليك ضغط وهجوم مش عايزين نوصل له المرحلة دي عايزين مع الفرق الصغيرة دي لما بتستحوز انتا كتير في نص الملعب وكده اللعيبة بتبقى ملهاش حوله ولا قوة لان امكاناته مش عالي قوي يهو يدوبك بلعب انا شايفه من خلال مباريات سواء مع النادي الاهلي او المبارات التانية بلعب الكورة طويلة ما عندهش حد حتى في نص الملعب مهاري يقدر انه يستحوز يلعب هو بلعب على الطويل فانت تقدر ان انت بالسرعات اللي عندك مثلا في المدافعين او في الاطراف ان انت تقدر تتغلب على الحتة دي وان انت تقدر تحرز هدف لان برضو عنده مشكلة كبيرة في خط الظهر لازم تستغلها امتى اضغط لما يكون الضغط حينفع ايجابي ما اضغطش بس عمال على بطال ما ينفعش مثلا واحد او اتنين اضغطوا والباقي مستاني في نص الملعب انت ضربت نفسك في نص ملعبهم لازم انت تتحرك كاكورتلا لازم تبقى الخطوط قريبة طول ما انا خطوط قريبة والمسافات قريبة بيني وبين زميلي بقدر الحق اي خطأ ممكن يحصل اي غلطة بتحصل في نص الملعب اي حاجة بتقدر ان انت تلحق وتسترد الكرة تاني طول ما اككورة معك بتعمل احباط الفرقة التانية وفي نفس الوقت زي بقولك الهدف ان شاء الله مبكر ده يديك انت دافع ورجعك للثقة بتاعتك اللي تقدر ان شاء الله تكمل المطش بيها على خير طب كابتن برضو في ظل هذه الظروف وفي ظل هذه الاجواء التشكيلات هل يغير تشكيل هل يغير لعيبة يعني الله يكون فاقول برضو يعني انا شايف من خلال طبعا المطش اللي قابله انه فيه كثير من اللعيبة كان يعني بعيد عن مستوى هو برسي تاو فقط بس فانت دلوقتي في حيرة احنا يعني المطشات اللي قابل كده كنا بنقول ايه فلان وفلان مثلا الاتنين دول كانوا يعني مش في المستوى بتاع بنيت شوية ممكن يتغيروا انما انت دلوقتي عندك عندك مشكلة ان زي ما انت بتقول او زي ما كلنا بنقول وعارفين ان الوحيد اللي كان فايق وكان ايجابي وكان بيتحرك وكان مجوده كويس برستاو فانت الباقي هتغير مين وتقعد مين يعني انت فاهم ازاي هو برضو هترجع لحسب الطريقة اللي هيلعب بيها هو ممكن برضو يغير لانه هو من خلال الفترات اللي فاتت عودنا انه هو بيغير التشكيل كتير فهو يشوف الانسب المنتشاب ده صح ولا غلط دلوقتي هو دلوقتي طبعا لازم يبقى فيه ثبات خلال المباراتين اللي جايين عشان برضو يبقى فيه شوية من يعني الانسجام لان احنا غيرنا 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 فيه لعيبة ما كملتش التسعين دقيقة يعني انا يعني فيه بعض اللعيبة مثلا ما خدتش مطشين واربعات او ثلاثة مع بعض كمليم فانا باستغرب اللعيبة دي برضو تعبانة ليه يعني انت فاهم ازاي فهو اكتر واحد شايف بقى مين اللي يقدر يعني يوقف على رجله خلال الفترة دي فيه كمان الشخصيات مختلفة اسلام يعني فيه فيه بعض اللعيبة مثلا شخصياتها ممكن تنهار من موضوع خسارة او تحس ان الدنيا متدربكها ده اللي حيبان ده اللي حيبان واخد بالك زي مين اللي سقطوا بنفسه اكبر مين اللي جاهز من المدرب خلي بالك بيشوف من عين اللعيبة في التدريب صحيح مين اللي مصمم على القصة اللي جاي مين اللي حاطرت المغور المطش اللي جاي قدي للناس اللي هي عايزة شاف ان هي عايزة تعمل حاجة عايزة ان هي تعوض طبعا كلهم يعني المفروض ان هم يكون حاسين أنه عايزين يعوضوا أي حاجة فاتت وعايزين وحاسين بحجم المسئولية وحجم المباراة وصعوبة المباراة من حيث الضغط اللي هم اللي عملوا برضو على نفسهم فأنت يعني هو لازم يختار التشكيل الأمثل من جميع النواحي سواء بدنيا أو نفسيا أو إصرار أو حماس أو 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 أنا ما أفتكرش أن في حد من اللعيبة هيبخل بجزء من مجهوده خلال أي أن كان اللي هيلعب يعني أي أن كان اللي موجودين في الملعب أنه هيقدر يبخل أو أنه هو حط في دماغه أنه أنا هقضي مباراة أنا أحساسي كده إن شاء الله بإذن الله بعد اليومين التلاتة اللي فاتوا والخطور اللي حصل إزاي ببقولك أن دي ما فيهاش حسابات تانية ده مطش مكسب ما فيهوش لا احتمل القسمة ما ينفعش النتيجة تانية غير المكسب طبع المكسب بتاع ربنا بس حسسني وديني مجهود جامد وقوة وجري وحماس وروح وبعدين الناد الأهلي أنت عارف في اللحظات الصعبة بيدوس ويكسب في آخر رحظة فأنت برضو أنت في سباق دلوقتي سباق مع نفسك الأول أن أنت إزاي تحصل على التلاتة بنت اللي جايين مش هتكلم برضو على المباراة اللي بعدها حاليا نتكلم فيهم الجمعة بس بالزبط كده وتكمل يبقى أنت عدد خطوة لأن برضو خلي بالك التوفيق ما بيجيش ألا المجتهد ما نقولش إن إحنا إيه لا إن شاء الله وربنا حيوفقنا وربنا بيوفق اللي بيجري وبيتحرك وبيموت نفسه وبيستقتل على الكورة واللي حاسس بقيمة التشيرت وقيمة المباراة اللي بلعبها أيا كان الخصم سواء أولا ما يقولش إنه بقى إيه اللي قطني ده أكسبته في القاهرة وده حصلت المجموعة وإحنا كذا لا لا أنا لازم ألعب مباراة قوية جدا جدا من البداية يا يبان في كل تصرف الملعب صحيح ما ينفعش زي ما حصل برضو الموتش اللي فات كده بعض العيبة بيكلم بعضها كده بزعيق و ما عليك ما ينفعش يعني ما ينفعش هالحاجات دي مهما حصل لازم ألعب كلنا لغاية آخر لحظة لغاية آخر صفارة في آخر مباراة أعمل اللي أنت عايزه تخاني معايا تخانيه وكي ياما كان بيحصل في الملعب وممكن حد من اللعيبة يكلمني بطريقة جامدة ما ينفعش أن أنا أقول له لا كذا ومش وقت الكلام ده خالص المباراة التسعين دقيقة هي بتاعة اللعيبة ومش بتاعة الجهاز وها كلر كده كده ما بيتكلمش حياء من بره فهي القصة كلها من الملعب نتمنى اللي ما كانتش موجودة للمطش اللي فات أن ألاقي حد يتكلم في الملعب أي حد يتكلم كلام إيجابي يحمس اللعيبة ويتكلم معده ومعده الحماس بيبقى عدوى في الملعب لما لاقي واحد متكاسل شوية وأنا متحمس وبتاع هو حيشوفني كده حيتنقل له الإحساس ده لو كان قليل خبرة شوية ولا مش في يومه أو 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 لا كلام لازم أكتير في الملعب برضو نكرر ونعيد أكتر من واحد في الملعب لازم يتكلم في جميع الخطوط عشان الصالح العام عموما خلينا نطلع نشوف تقرير الأهلي يستعد للقطن الكاميروني ونرجع نكمل مع حضرتكم مره تتواصل استعدادات فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لمباراة القطن الكاميروني في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية ضمن بطولة دور أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم الجمعة القادم في الكاميرون وحرص مرسيل كولر على منح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات الجماعية اليوم الاثنين من أجل إعطاء اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس خصوصا في ظل ضغط المباراة الكبير على الفريق في الفترة الماضية بالإضافة إلى حالة الإرهاق التي انتابت عددا من لاعبي الفريق الأحمر وقام كولر باستغلال الراحة من أجل التركيز جيدا في دراسة فريق القطن الكاميروني لتحقيق الفوز عليه في أرض ووسط جماهيره خصوصا أنه يدرك أهمية تلك المباراة والتي سيعطي الانتصار بها بصيصا من الأمل من أجل التأهل لدور الثمانية انتظارا لنتيجة المواجهة الأخرى بين الهلال السوداني وصانداونز وعقد مرسيل كولر اجتماعا مع معاونيه من أجل دراسة خطة الاستعداد لمواجهة القطن الكاميروني علاوة على دراسة نقاط القوة والضعف خصوصا أن المنافس سوف يسعى للظهور بشكل جيد أمام الأهل مدفوعا بعاملي الأرض والجمهور كما عقد سيد عبد الحفيظ أكثر من جلسة مع اللاعبين من أجل تحفيزهم ورفع الروح المعنوية لهم وطلبهم بنسيان نتائج المباريات السابقة والتركيز فقط في الفوز على القطن الكاميروني مؤكدا أن الأهل تعود دائما على تخطي الصعوبات والعودة بشكل أقوى من أجل التتويج بالألقاب فيما سادت حالة من الهدوء والتركيز على معسكر الأهل حاليا وتخطى اللاعبون الخسارة أمام سانداونز وبدأوا في التفكير باحترافية تامة للمواجهة القادمة أمام القطن الكاميروني حيث أكدوا أنهم عازمون على الفوز بها وإسعاد جماهير النادي طيب كابتن حشيش برضو كيف ترى فرص التأهل للنادي الأهلي الأماني موجودة والأمنيات كاملة للنادي الأهلي والكورة ورتنا العجب يعني شفنا فرق حتى في أوروبا بتبقى بدقة وحش قوي في دور المجموعات وبتبقى كذا وكذا ولغاية آخر لحظة كورة ممكن تطلع فريق تصعد فريق وكورة ممكن تقعد فريق صحيح بس لازم الناس تتعود تتعود تلعب لآخر نفس طالما في أمل تلعب لآخر نفس تعرف أنا نفسي وتعمل عليك نفسي سيناريو يحصل إيه إن أنا يوم ربنا يكرمني يوم ربنا يكرم الفرقة يعني يوم الجمعة خلاص والثبت الهلال يتعادل مثلا أو يتغلب ويوم المطش اللي بعده أنا أقول ده ليه لأننا عايز في المباراة الهلال نلعب في السادق قاهرة والأمن يسمع والأمن يسمع بدخول جمهور كامل يا على السيناريو ده إسلام لو حصل الجمهور ده حيعلم اللعبة دي طبعا كل حاجة طبعا في المطش ده طبعا الله العظيم طبعا هيبعتولهم الرسائل إنهم زعلانين أيوة وحيخلوهم ويحفزوهم في منتهى القوة صحيح 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 ومش بعيد السيناريو ده يحصل أتمنى وتبقى فرحة كبيرة جدا جدا للجمهور وفرحة للدنيا كلها وتكمل مشوارك يعني وتكمل مشوارك يعني يعني فأنا عشان كده بقولك إن أنت البداية من يوم الجمعة البداية الحقيقية من يوم الجمعة إنسان اللي فات خالص من أول مباراة مع الهلال في أول ماتش والقطن والماتش هي المباراة اللي جاية دي إن شاء الله تكون بدايتك الحقيقية بكل أسلحتك بكل قوتك بكل تركيزك بكل روحك للنادي الجمهور أنا عارف إنه هو هيبقى داعم وداعم قوي وإن شاء الله نوصل للسيناريو ده ونبقى المباراة اللي بعدها في الاستاذ والاستاذ مليان وإن شاء الله يعني نفرح كلنا وتبقى صفحة وتقفلت بس الكلام ده مش مش هيجي كده زي ما احنا بنتكلم يا رب إن شاء الله بالعرق وبالجهد والمجهود الكبير جدا والقتال والتصميم والإرادة بكرة إن شاء الله في قرعة مسابقة ربطة الأندية من دلالي طبعا موجود في هذه المسابقة شكل المسابقة تغير أصبحت بخروج المغلوب أو دلوقتي يعني أعتقدها مغلوب المغلوب من دول الستاشر من دول المغلوب السنة اللي فاتت كانت مجموعات مجموعات أبتع بزرق برضو أنت شايف إزاي نادي الأهل يلعب في هذه البطولة يعني يعني أنت بتزود على الأعباء اللي لسه عملين تكلم فيها البطولات ونتنساش برضو إحنا عندنا ماتش نائكس مصر وعندنا إن شاء الله بإذن الله عندنا إفريقيا مكملة فأنت ده لازم يأخذ قرار في الموضوع ده إن أنت ليه بقى ما تستعينش بقى باللعيب اللي هم الصغيرين شواني ها تكمل إيه المشكلة يعني أنا عايز أقول لك إن الفرق الكبيرة في العالم زي ليفربول مثلاً بتعمل كده الليفربول بيلعب كاسل اتحاد وكاسل رابطة والدوري والدوري الأوروبي بيجي على البطولات اللي هي الصغيرة اللي زي دي المسابقات الصغيرة اللي زي دي بتلاقي الصغيرين كلهم بيلعبوا والجمهور متفاهم كده لازم جمهور يبقى متفاهم كده لأن محدش هيلاحق أن أنت تلعب في كم البطولات دي وكم المطشات دي ما ينفعش صحيح فهو قرار لازم يتاخد أن يتلعب بالفرقة مثلاً الصغيرين معظمهم من الصغيرين متعامين ببعض اللي ما بيلعبوش مثلاً ففي نفس الوقت تكسب لعبها صغيرة جديدة وتاخد خبرات منها وهيبقى الجمهور عارف أن أنت عندك الأهم لأن مش معقولة هتلاحق بالمبارات دي احنا بنتكلم على اللي فات ضغط المبارات نادي الأهلي بيلعب جنوب أفريقيا وبيطلع من جنوب أفريقيا بالطيارة على الكاميرون والكاميرون هيج يلعب يعني فما ينفعش فلازم أن هو يبقى فيها استراتيجية تانية خالص والناس لازم تبعى عرفها وجمهوري هيتقلوا كلام ده أن احنا بنلعب كذا عشان نقدر نوازن ما بين جميع البطولات لأن النادي الأهلي برضو ما هو لازم يبقى البطل في البطولات كلها على قد ما بيقدروا على قد فهي محتاجة مسألة تنظيمية شوية البطولة السنة اللي فاتت كان لها شكل السنة دي لها شكل مختلف هل أنت معني شكل فيه؟ السنة اللي فاتت مجموعتين وكل مجموعة رايح جاي وبعد كده كروس من يكسب ولغاية لما يصل النهائي السنة دي الأمر مختلف هي يعني يمكن خروج المغلوب دي هتخفف شوية من البداية هتقلل عدد المباراة شوية هتقلل عدد المباراة وده المطلوب في الفترة دي بغض النظر بقى إذا كان صح أو غلط أو يدي البطولة نفسها قوة أو يضعفها إنما برضو هتقلل دي لأن برضو زي بقولك المباراة كتير فلازم أن أنت يعني يبقى فيه برضو عدد من المباراة قليل أنت عايز تعمل البطولة ماشي يعملها بس قلل عدد المباراة وهو ده يتنسب مع يعني تقليل عدد المباراة يعني النهاردة كان برضو فيه اجتماع من بريرا رئيس لجنة الحكام أول اجتماع يعني في أول حاجة للتطوير نشوفها تمام بريرا مع الحكام النهاردة كانت هل من المتصور أن حضراتك شايف أنه ممكن تلاقي ارتفاع في مستوى التحكيم خلال الفترة اللي جاي من خلال تعندك فترة توقف طويلة الفترة دي فممكن جدا تجد هذا الأمر والله إسلام أنا مش محبز حكاية خبير أجنبي يجي في التحكيم لحدك مش مع هذا الأمر لا خالص رئيس لجنة حكام مصري هو قدر بالحكام المصرية وعارف طبعتهم وعارف كم الحكام اللي موجودين ويقدر يقايم ادي له الصلاحيات كاملة ويبقى في حساب يعني أهم حاجة أن أنت يبقى في حساب الأمور ما تتاخدش ومباريات تلعبت وعدت وما شفناش حساب لأي حاكم من الحكام اهتم بالحكام أنا شاف الفترة القديمة كانوا بشتكوا من فلوس الحكام وليلة ولا تتناسب وكده لا أنا شاف أنه حصل فيها طفرة خلال السنين اللي فاتت طيب ماشي خلاص انت خلصت الجزية دي بس في المقابل طالما زودت كلام ده وديت الحكام حقه في الفلوس وفي التدريب وفي الحاجات دي لا يبقى برضو لازم يتحاسب ويتحاسب كويس نشوف حكام غلط لا نعرف ان هو استبعد شوية فلان الفلاني لازم المطشات حضرك مع اعلان عقوبة الحكام مليون في المئة طبعا ايه المشكلة ايه المشكلة اي حد أخطأ ياخد عقوبة وتتعل ايه المشكلة واستبعدوا فترة كمان عشان هو حتى يحس بالحتة دي انما لما غلط انا في المباراة ولا في التانية ولاقي نفسي بالعب الاسبوع اللي بعده والعملية مكملة وبتاع مش حس بخطورة الموضوع احنا عدنا نحسس على الحكام كتير قوي قوي بس في المقابل وصلنا ان احنا ما بقاش فينا حد دولي ولا بمسلنا في البطولات الكبيرة رئيس حكام لجنة حكام قوي يبقى مدعم تدعيم كامل يبقى مقره وضعه خارج الاتحاد خالص بعيدة عن اتحاد الكورة مليش علاقة بالموضوع ده يبقى في حساب للراجل ده اول باول عشان يقدر يعمل حاجة في التحكيم عموما كابتر خليد هنطلع فصل وبعد هذا الفصل برضو نرجع نتكلم موضوع المتخب الأولمبي ده برضو موضوع صعب جدا جدا لكن فعونهم لانهم مداخلين على فترة صعبة جدا عموما هنطلع فصل وبعد الفصل حاجة هنسأل كابتر حشيش عن المنتخب الأولمبي اهلا وسهلا بحضراتكم مرحوكم اعزائي المشاهدين كابتر حشيش منتخبنا الأولمبي وظروف صعبة جدا خلال الفترة اللي جاية مباراة يوم 22 ومباراة يوم 26 في وسطهم رمضان يوم 3 او بداية شهر رمضان الكريم يوم 23 والكل يعلم ان ظروف رمضان مختلفة عن بقية الشهر وبالتالي التجمع يوم 15 مباراة ودية يوم 18 اكتمال الصفوف يوم 20 مباراة يوم 22 رمضان 23 مباراة يوم 26 انا مش عارف طبعا ليه العملية كربست كده مرة واحدة يعني ما احنا الكلام ده عارفينهم برضو من فترة كبيرة فيعني يعني ما فيش حاجة تدعو للتفاؤل بعد اللي حصل في المنتخبين اللي قبل كده والخروج اللي شكله بايخ شوية والبطول على أرضنا وكده المنتخب الأولمبي ده أمل مصر المفروض اللي جاي عشان الأولمبياد وعشان الكلام ده كله فانت عندك مطشين صعبين وزي ما انت بتقول في أوقات صعبة وفي رمضان واللعبة في رمضان صعب اللعبة مش متعودة والأجواء والقصة وعتروح تلعب هناك وده عشان تتأهل للبطولة اللي في الماء يعني يعني عارف دربكة كبيرة حصلة يعني الناس برضو بتتنشأ على حاجة بس تبقى يعني كويسة الفترة اللي فاتت دي الحقيقة السنة وشوية اللي فاتوا دول يعني على طول إخفاقات في حاجات خطوة كبيرة جدا وكبيرة جدا جدا يعني يعني متحسش ان في منظومة بتتحرك وبتعمل حاجة يعني فيمكن يبقى فيه أمل في المبارتين الجيئين دول أو فيه أمل أنا نشأت للوزير أشرف صبحي انه هو يحاول على قد يوفر لهم يوفر طيارة خاصة الحقيقة اعتقد يعني حتى لو هتفرق في يوم اليوم ده هيفرق كتير جدا بتفرق بتفرق جامد الحقيقة وبتبقى فيه راحة للعيبة يعني يوفر لهم كل الوسائل عشان ما يجيش حد يقولك بقى احنا احنا كذا كان ممكن نعمل كذا الكلام ده كمان لازم الناس تكنت تبادر فيه يعني المسؤولين هم اللي بدروا بالموضوع اللي انت عملته يعني انت فهمت زي ان انا اعمل حاجة زي كده عشان افكر ان انا اطلع من عنق الزجاجة دي في الخلال المطشين اللي جايين دول اقدر اعمل الحاجة لان زي بقولك امل مصر المتخب الاولمبي اولمبيات جاية هيبقى قوام المنتخب كمان الكبير ما هو قوام المنتخب الكبير هو فرقة المتخب الاولمبي اللي عيب عندها 21-22 سنة يعني لازم اننا برضو يبقى فيه امل ما تقضيش برضو على الجيل ده بخصوارة زي الجيل بتاع 2003 يعني انت فهمت زي الناس عندها احباط من اللي شافته يبقى فيه بس امل يعني زي ما بقوله ايه ما بقاش كله ضرب يعني كده يعني المضوع شتيمة شتيمة بس حاجة كده الواحد يبلع ريه او تدي امل للناس في ظل الاخفاقات اللي حصلة المنتخب الاولمبي الحياة مع مدير فني اعتقد مدير فني جيد يعني لانا بسمعه من اللاعبين وكده ان هو مدير فني جيد والمفروض انه هو يعني مجموعة كويسة من اللاعبين كمان هو اصر كمان على حاجة ان يبقى كل الموجودين في المنتخب الاولمبي دول بيلعبه دوري ممتاز مع فرقه يعني ما حاولش حتى ياخد من حد موجود مثلا في مسابقة الفين واحد اللي هي بتاعة بطولته الجمهورية اي حد ما بيلعبش في الفرقة الكبيرة في النادي بتاعه استبعده او ما خدوش على عكس قبل كده كان فيه ناس بتاخد فرص وبتروح وتيجي وكده انما هو اصر اي حد برا الدوري الممتاز ما بقاش موجود طيب دي حاجة كويسة على اعتبار ان اللعبة دي عملت احتكاك خدت احتكاك كويس بيلعبه مورات مع طبعا سنة اكبر في بطولة اللي هي اكبر بطولة عندنا موجودة في بطولة الدوري يقدر يكون عندهم خبرات يعوضوا نقص الاحتكاك اللي كان المفروض ياخدوا هذا المنتخب يعني من فترات قبل كده كان فيه يبقى فيه مطشقات ودية مع فرق برضو قوية عشان تقدر تدخل برضو وتنافس انما احنا برضو نفس القصة بتوع اللحظة او نيجي على الاخر نبتدي نشد نفسنا عشان الكرة فيها استقرار وفيها خطط بعيدة الاجل وريبة يعني يبقى فيه حاجة معمولة ما تبقاش كده محدد صدفة خاصة الراجل ده جايب قاله فترة كبيرة فكان لازم بقى فيه استعداد اكتر وفيه مطشقات اكتر وا 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 انما برضو كالعادة حنساند طبعا ونأمل ان هو يقدر يعمل حاجة بالعكس طبعا ده انا بقول لحالك احنا يعني المناجدة بنقولها للوزير الشهف صبح ان هو يقدر يخفف يخفف من المتطبع تخفف منها الامور قليلا الحقيقة لانه يوم 22 مباراة هنا في القاهرة وبعدها يوم 26 مباراة في زنبيا حالك عارف مشوار زنبيا برضو مشوار طويل طبعا بتاخد ترانزيت وتاخد ترانزيت والكلام من ده وجوه برضو حر ونفس القصة غرب افريقيا وسط الله فيعني هي الحقيقة برضو ظروف صعبة نأمل ان هما يتجاوزوا الظروف دي ويعدوا بالمطشات دي انها يقدر يوصلوا لاكتر من كده ان شاء الله ويبقى فيه قوام حتى الناس تحس زي ما بقولك انه يبقى فيه امل في المنتخب ده انه هو ان شاء الله يبقى منتخب واعد المنتخب الاولمبي المنتخب الاولمبي يعني انا بصراحة اتمنى ان يكون المنتخب الاولمبي يعني قادر على يعني حفظ ماء الوجه الحقيقة لانه هتبقى الامور صعبة جدا على رأي حضرك 2006 هو ما بقاش فيه واجه خالص يا سلام حقيقة يعني يعني مفيش واجه لان برضو اصلا بص اي منظومة في الدنيا ما هو الغرض منها انك توصل لاهدافك انت هتحقق نجحات ايه هي الاهداف انتحقق نجحات طب انت بقى يعني ايه المنظومة دي يعني انت فاهم ازاي غير بقى الحاجات الرفايع بقى اللي حصلت والناس كلها عرفاها وكده فلا يعني يعني يبقى على القل فيه نتائج تقول الناس بتعمل حاجة اول ان فيه تطوير حاصل او فيه نظام او فيه حاجة فيه امل في اللي جاي يعني انت فاهم ازاي انما لما تبقى بتقضي على الاجيال المختلفة للكرة المصرية طب انت ايه بقى فاضل للمتخب الكبير طب تدعيم المتخب الكبير ده بيجي من الاعمار الاصغر من كده ما هو مش الهدف المتخب الكبير وخلاص لا طب انت انت يعني سنة سنتين المتخب الكبير ده تلت ربع هيبقى مش موجود صحيح فلازم يبقى فيه صف تاني وتالت عشان يبقى فيه الاستمرارية الاستمرارية انا بص يا كابتن اقولك حاجة ارهنك هو على الهوى اه لو حد يعرف المتخب يقولين بيه هلعب مع زنبي يا ليه اه بالزبط كده طب انا عايز اقولك حاجة وانت يمكن قلتها برضو هنا في قناة الندلال القرع بتاعت البطولة اللي كانت عامدينها في مصر 2003 حد كان عارف امتى ولا حاجة لا لا انت قلت يا جماعة تصوروا بعد خروج منتخب مصر حد عارف المبارنة لو سألت عشرة وارد انك تخرج بس في بطولة عندك على ارضك انت منظمها كمل الادوار اللي بعد كده ادي اهتمام للبطول الغات ما تخلص في ادوار اه تمانية قبل النهائي نهائي ولا حد عارف مين اللي يعب مع مين ولا مين اللي صعد ولا مين المبرانة النهائية كانت مع مين ولا قبل النهائي ولا كلام ده كله حصل احنا زي ما اه خلاص احنا خرجنا خلاص الشنط الشنط ومشينا وروحنا كله روح صح يعني انت فاهم زي وسبوهم مع بعض بقى اللي بلعب هنا واللي بلعب هنا وكملهم مع بعض اه فمحدش عارف البطولة دي خلصت امتى ولا مين اللي كسبها ولا مين اللي كمل يعني انت فاهم ازاي وبطولة في مصر الحقيقة سنغال برضو من البلاد الافريقية اللي عاملة يعني خد بطولة طفرة طفرة الكبير الاولى اه وبطولة الافريقية المحليين اه وخد بطولة الشباب وده الامل بص فرا عاملة ازاي بقى يعني انت بتتكلم على ان انت هما في السنغال مش قلقانين بقى على الكورة خلال فترة اللي جاي خدوا منتخب اول ومنتخب اولمبي اللي هو 2003 انا اسف وخدوا بطولة الامر امام صد مش قلقانين اه اسلام على الاستمرارية بقى لان فيه جيل بص طالع عاملة ازاي وحوش طالع كورة واداء يعني برضو المنتخب بتاعنا ما هو انت النهائي اللي وصل للنهائي مين سنغال وجامبي ايو القبل النهائي اه تونس ونيجير فانت انت برضو المجموعة بتاعتك كان فيها سنغال ونيجيريا ايو فانت يعني الاول والتالت صحيح يعني اللي خد البطولة اه وتالت البطولة هما اللي كانوا معاك في المجموعة صحيح يعني هي تونس وجامبي اللي كانوا في المجموعة انا بتكلم برضو على ايه ان انت كان معاك مجموعة صعبة جدا ولكن على الرغم من ده ونتمنى ان يبقى فيه يعني تطوير الكورة خلال الفترة اللي جاية ودائما زي ما بيقول الاخفاقات دي لازم الناس تستفيد منها انها تعالج الاخطاء اللي موجودة وترسم بقى خطط مستقبلية عشان كده ما ينفعش احنا ماشيين الحاجة بحاجة كده يلا نسافر بكرة اسكندرية يلا النهاردة بالليل وبكرة صبح السفر يلا معرفش نعمل ايه الحاجات دي بقى يعني عايزين صعبة جدا ما ينفع دي تبع على المستوى الفردي مقبولة لانما على مستوى مؤسسات وهيئات كبيرة بالدير رياضة ما ينفعش عموما كابتل حاشيش اخيرا لو حضرتك حابب ان انت تقول كلمة لعيبة النادي الاهلي وجهازهم الفني قبل مباراة يوم الجمع يعني باقتصار طبعا الدعم كل الدعم للفريق بجهازه الفني بالجهاز الاداري بالناس كلها اللي موجودة ان شاء الله باذن الله برضو عندنا امل كبير فيكو ان انتو تقدوا اللي عليكو وتثبته ان النادي الاهلي بتاع المواقف الصعبة طالما في امل بنلعب على الامل الموجود بس بنقدي وايا كانت الظروف على الاقل لقدر لو حصل اي حاجة يبقى الناس عملت اللي عليها ما ترجعش تقول انا لو كنت عملت كذا او كذا او الجمهور يقول لا معلش خلاص الناس موتت نفسها وتعبت وعملت وسوت نتمنى طبعا ان ان شاء الله تبقى ده يعني مفتاح الفرج ان شاء الله بالمباراة اللي جاية ومش هنتكلم عن اللي بعدها ويبقى صعود وليه لا النادي الاهلي موصلش ليه للمباراة النهائية واخدوا البطولة وارد نعدي بس الاول ان شاء الله انا بشكرك جدا لك امتحش على وجدك معنا شكرا جزيلا شكرك شكرا جدا خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل محمد جمال واحمد مجدي في بيوفة البيت الكبير انا بسمع حاجات يعني عموما ماشي اهلا وسلام بحضراتكم مرة اقرأ عزائي المشاهدين خليني ارحب يجوفي في هذه الفقرة محمد جمال اللي بيسمحنا الحاجات الحلوة الخاصة بتحاد كرة القدم زكا محمد زكا ابتن والله الحمد لله الله يسلم شكرا جدا زكا بحمي زكا كابتن سلامت حضرتك اهم حاجة للمرة اللي فاتت قبل اسبوعين تقريبا حضرتك كان في وعكة بسيطة عدت الحمد لله جيمي خليني ابدأ معاك قبل بس ما نتكلم عن اتحاد كرة القدم انت وحمد اعرف رأيكم فيما حدث في مباراة سانداونز وبعد كده نتكلم شوية القطنو وبعد كده نتكلم عن اتحاد كرة القدم اكيد يا كابتن يوم بعيد تماما عن اداء نادي الاهلي من الفوز على سانداونز وحتى تحقيي نتيجة ايجابية في جنوب افريقيا يمكن نتيجة اكيد كبيرة ولكن شهزين نقف عندها كتير خلاص اللي حصل واكيد في معالجة للموضوع ومعالجة للامر من جانب الجاز الفني والادارة وانا ما بحبش حاسب دايما بالقطع دايما بحب حاسب في نهاية الموسم ما بحبش اكون سريع في الحكم بتاعي ما يفعش ان احنا نكون وكنا موجودين من شه والاقل متفوق في بطولة الدورة وبنتكلم وبنشيد ودلوقتي نرجع ونقطع بالمعنى الحرف ممكن نقول اللعيبة ده غلط ممكن نقول الجاز الفني ده غلط ممكن نتكلم وننور على حياتك كتير جدا ممكن نتكلم فيها في شكل حدثنا ولكن بشكل عام ما ينفعش ان احنا يعني من دلوقتي ان يحصل الهجوم بشكل كبير جدا اللعيبة اكيد فيه اخطاء كبيرة جدا الجاز الفني فيه اخطاء كبيرة لكن الجمهور لو الحق فيه ان يبقى الميوريد فيه اي طرف تاني حضرتك تقصد فيه تحمل مسؤولات كبيرة جدا الفترة دي ولابد ان اللعيبة تتحمل بقى مسؤوليتها بداية مماتش القطن لان اكيد الجمهور مش متقبل اكيد اي نتيجة غير المكسف في مبارات القطن ومبارات الهلال ما تبصش بقى غير على مبارات القطن ما تبصش على مبارات الهلال وصندونز دلوقتي لابص على مبارات القطن تحييي تلات نقطة فيها مهمين بعد كده انت تتفرج يوم السبت انا بقولك يعني الكرة دايما واردة فيها النتائج ساعتها لو نتيجة غير فوز الهلال هيبع عندك فرصة في مبارات التأهل ان شاء الله في القائرة مع الهلال بس خلينا نتكلم فيه بالجمعة الاول وكيف استطيع النادي الهلال يا مجدي رأيك طبعا وكيف استطيع النادي الهلال الفوز في هذه المباراة يعني انا بتفق مع الجيمي طبعا انه كان اليوم اوف طبعا وده مش شيء اساسا محل نقاش دلوقتي ان اليوم ده ما كانش يوم النادي الاهلي بكل اعضاء وفي الوقت ده بكل الناس سواء الطائم التدريبي او الفني او اللعيبة انا بشوف انه في مشكلة عند الراجل بس في نقطة انه دخول الماتش انه في مشكلة في دخول الماتشات اللي من هذا النوع اللي احيانا بتكون قدام خصم هجوميا اقوى منك في الوقت الراهن ده حصل بالنسبة لي في ماتش فلمينجو حصل في ماتش ريال مدريد حصل في ماتش بتاع سانداونز انه اه احنا تمام وبنلعب بريت منا وبحاول نفر بريت منا بس في بعض المباريات بتكون فيها بعض المحازن يعني اتخيلت ان بعد 3-2 مثلا احنا مش مطالبين نفتح الماتش خالص يعني عارف لما الماتش مرشح كان يسجل في اهدف تانية واحنا جبنا 3-2 كنا محتاجين نحن لعب على الفرصة الواحدة وده مش عيب مش عيب لما تلعب في ماتش معقد واجواء معقدة سواء مناخية او فنية او اليوم اوف كده انك تقف الماتش زي ده لان غالبا فيه كرة ثابتة ممكن تيجي فيه اي حاجة ممكن تستفيد وتنتظر ما حصلش ما تروحش بقى للسكور اللي حصل ها دي النقطة اللي ايه اللي رهانه دايما بيطلع غلق حصل ده في ماتش في لامينجو بعد موضوع خلاد عبد الفتاح كنا مستنيين بعد طرد خلاد عبد الفتاح تقفيل دي فيها اكتر من كده ورجل تمام انا فهم ان ده من ثلاث الهجومات اللي هو فيها واش فهم ان ده انا مش بحب اخلط امرين او اكيل بميكالين الحاجة اللي احنا اشدنا بالرجل فيها من شهر مش هنتقده خالص لما لما يحصل فيها عيب تمام بس ده يعني فنيا ومش حابب كمان يعني اصهب فنيا كتير في الماتش ده لان اللعيبة دلوقتي اللي الناس لازم تفهموا اللعيبة عندها ماتشين وفرصهم بنسبة 90% لسه في ادنى مستنيين التانية تيجي من فرقة تانية اه طبعا اللي هو ساندونز يقود الهلال لقيت عصر عشان يبقى الفرص كاملة في ادنى بس اللي لازم نقوله ان طبيعة الوقت ده تحتاج ان اللعيبة دي ما تسمعش كلام فني عن اللي فات اكيد جوه الغرف المغلقة اللعيبة دي شبعانة فنيا تماما انتقادات وشبعانة تماما تحليل لكل اللي حصل في الماتش ايو اعني بيمسكت حتى تليفونه بيشوف الانتقادات عاملة ازاي فالوقت الحالي لو احنا فعلا فعلا لو الناس بتتكلم كوقت الافعال مش الاقوال ان النادي هو رقم واحد فعلا يبقى انت دلوقتي والفرق اديمي عدا احزوز وجمهور النادي الالي دائما ما يضع النادي رقم واحد الحقيق اه لا مش بتكلم عن الجمهور فقط لغير اه الجمهور بس عشان ما حد اصلوا الناس بتاخد كلامنا يا احمد ونديف حتة تانية الجمهور برا الموضوع احنا بنتكلم على بعض اصدقائنا من الصحفيين ومن الاعلاميين ومن الحجات اللي فعلا بجد افعال لا اقوال فعلا عنده النادي رقم واحد فعلا هو الجمهور هو الجمهور طبعا بس اللي هيطلع يتكلم مستغل اي ممبر دلوقتي في انه يتناول مباراة سانداونس فنيا باستفادة يوم واثنين يعني انا افهم ده ان يحصل يوم المتش بعده بيوم بعده بيومين ولكن انت المتش التاني داخل المتش التاني داخل وبتتكلم في كورس قبل كده انت فعلا عايق سؤال هاي دي النقطة اللي عيبدى عنده حزوز اللي عيبدى عنده حزوز لحد يوم 17 اللي جاي اللي عيبدى حزوزه في رجله يكسب والقط هيستنى حاجة تانية يوم 18 يا سيدي لما اللي عيبدى يخرج ابتدي ساعتها انتقد وشوف المزيرة كلها ماشي ازاي بس ما جيش قبل يوم 17 بيومين 3 وتنتقد اللي عاد ده وتفكره بمتش تمام تناولنا فنيا بكل المناظر تم تناوله في القناة تم تناوله في كل وقت من كل المناظر فدلوقتي فعلا بيبان مين فعلا بيدعم الاهلي بيدعم ان التشيرت ده والفريق ده يفضل مكمل ومين فعلا عايز يستطفل مع العكرة دلوقتي لانه ده الوقت اللي تقيم في المواقف مع الاحتفاظ الكامل بحق الجمهور لا حق الجمهور طبعا لازم اقول الكلمة دي على شئ الناس اللي هياخدوا كلام يقوله بص ساب أنا بقولك مع الاحتفاظ الجمهور بحقه في الانتقاد وحقه في نوافع الميليد احنا جمهير قبل اي حاجة بما اننا احنا كجمهور طيب جيمي برضو واحنا بنتكلم خلينا نشوف برضو حظوظ النادي الاهلي في مباراة القطن الكاميروني في ظل الاجواء بقى المجري دي بيتكلم عنها كلها كده كابت الحصوص كبيرة في فرق كبير جدا ما بين نادي الاهلي ومين نادي القطن اتفاهم جدا ان ممكن كلها ينزل المباراة بيهاجم بشكل كبير ولكن لابد ان هو يبقى حريص الى حد كبير برضو من القطن الكاميروني لازم تدي له احترامه الكامل لازم العيبة تفرق ما بين مباراة القطن في استاد السلام ومباراة القطن اللي جاية في الكاميرون لازم العيبة برضو تكون عارفة ان هي مباراة تأهل ولازم تاخدها على مراحل لازم تقسم اي مباراة مش هينفع انك انت تنزل تبقى فاتح خطوطك بشكل كبير جدا من اول اللقاء عشان تبحث عن هدف انت معاك تسعين ديئة هتقدر تجيب الجول في اي لحظة فلازم الاول تشوف القطن طريقة لعبه ازاي لان طريقة لعب القطن تتعبك بشكل كبير لان لعبه عشوائي برضو الى حد كبير جدا انت مش عارف بسماشة كمة عشوائي بالزبط انت عندك فريق القطن لما لعبه في استاد السلام لأ ممكن تلاقي الجناح بيجري وبيقتم في مرة على فكرة ده ده في النسبة لانديال منظمة على ملعبه والدنيا شمس والدنيا والأجواء مش مهيه معاك ده بيصعب جدا بيصعب جدا عليك لانك انت مش فهم اللي قدامك ممكن يكون طريقة لقبه ازاي بس نادياله عليه حاجات كتير جدا اعتقد ان كولر ممكن يدخل عناصر تانية فيه التشكيل الاساسي ممكن يعمل زي تغيرات في التشكيل الاساسي هو عودنا دايما يكون فيه تبديلات وتغيرات فاعتقد ان كولر عليه دلوقتي الجلسات النفسية اكتر منها كمان افنان بشكل كبير جدا ان كنت اتفوق اللعيبة تانية وتديها ده وفع من جديد اللعيبة الموسم لسه ما انتهياش زي ما ماجدي بيقول انت معاك لسه 90% من الحظوص في التآهل للدور اللي جاي من من ابطالة افراكيا منين 90%؟ انت معاك كل الحظوص بالنسبة لك انك تكسب ستة نقاط ما بلاش تندم فيه واحدة من ثلاث نتائج يحصلوا في مانشة سندوانز والهلان منهم نتكتين بتوعنا منهم نتكتين فوص صندوانز او التعادل يفيدوا الاهلي لكن في واحدة ولكن المضوع ما بقاش في ايدك او لا ما بقاش انا اقدر اقول 90% امتا لما اقول ان هو في ايدي لكن اقدر اقول 3-4-5-5-10% بس انت لازم تلعب على الفرصة بتاعتك بدل ما يحصل لو نص في المية لو واحد من 10% حلق عليها لكن انا بتكلم مش لدرجة نسبة 90% تمام بس حيب تلعب على الفرصة ما ينفعش ان احنا نفوت مباراة الوطن انت ممكن مباراة السابق خدم التفقين صندوانز فريق كوي جدا فريق كبير فريق يقدر ان هو فريق اولا عايز ياخد صدارة المجموعة عايز يبعد تماما عن التصنيف التاني في الدور المجموعات الدور بقى اللي جاي عايز بقى في الدور الاقصائي ما يلعبش فريق واخد اول دور مجموعه فاكيد عاوز ان هو يفوز بالمباراة بشكل كبير جدا فالاهلي لازم يركز على مباراة الوطن اولا لازم يركز على قصة السرعات والفريق كبير جدا ما بين النادي القليل وما بين القط لازم وسط الملعب يكون فيه لعيب بيحرقه بشكل اكبر هجوميا ويقدر يمد الهجوم بشكل اكبر مش عايز ابقى شوف فيه جاب كبير جدا ما بين وسط الملعب وبين الهجوم زي ما شفنا بوراة سندوانز مش عايزين نشوف المساحات الكبيرة قوي اولا في طريقتنا الهجومية ما بقاش فيه مساحات كبيرة المساحات الدفاعية فريق القطن اكيد مش سندوانز حتى هجومه علينا مش هيكون زي هجوم فريق سندوانز بالكسافة وبالمهارة الفردية اللي كانت كبيرة جدا فريق سندوانز واللي بتماس بيطلوا عمر وانا عندهم مهارات فردية بشكل اكبر القطن مش هيقلقك قوي فانت لازم انك انت اللي تكون متسايد المباراة لازم تكون انت اللي مقسم المباراة بمعنى صح لازم انت تكون اللي بيتدير اللقاء فنان في الملعب فكولر عليه الهدوء تماما معك تسعين ديئة تقدر تكسب يوم اكسب تلات نقاط بعد كده كلنا هننتظر يوم السبت مباراة الهلال وصندوانز ان شاء الله تكون النتيجة اللي بتفيد النادي الهلال مباراة بقى الهلال الأخيرة هيا خلاص مباراة ان شاء الله مباراة تقاهل عاست تتقاهل مش تكسب باتنين خلاص انت يبقى عندك فرصة كبيرة جدا مباراة 31 مارس قدام الهلال مباراة تتقاهل انت لو قدامك في ايدك في حالة ان شاء الله يبقى فيه تعصر يوم السبت لان الهلال هكيد احنا كلنا دلوقتي عاوزين الهلال يكسب المطشين وعاوزين الهلال يتهل الدور القادم طيب كيف يستطيع كولر ان هو زي ما جيمي قال ان هو يقود ان هو يكسب في هذه المباراة يعني اولا تغير في التشكيل اللي حيحصل تغير في تريقة اللعب اولا هو يستفيد بعودة انا بشوف عنصر زيحمد عبدالقادر مهم جدا انه يبدأ اساسي ومهم جدا انه موجود ومهم جدا كل ده لان احنا يعني بصراحة هو اهم عنصر مهاريا والاكتر وعنصر في التشكيل الآية الحالية عنده حلول واحد لواحد يقدر يخلق الفارق وده حصل في كاس العام الأندية على اعلى مستوى فانا بشوف ان ده مفيد جدا وبشوف ان احمد عبدالقادر لازم يبدأ في الوينجليفت من بدري والكلام ده محسوم يعني في موانش زي دوت انه يحتاج كل حتة في الملعب يبقى ليك تفوق فرد عليهم من بدري وما تستناش الدنيا تتعقد عليك وما تستناش فعل الشمس وما تستناش فعل الرطوبة لان ده يبقى حاصل واحد وثلاثين ثلاثة كمان الكاميرون فيه لا كاميرون ييم محر قوي ييم مطر ييم مطر وفيش الورطوبة وفيش الواصل ومالعب القطن مرتفع كمان عن سطح البحر لو نتذكر ماتشا 2007 تلغى واتعاد تاني 2013 2012 2012 2013 2013 تريكا بوتريكا واحد واحد المرش ده كان هناك وتعاد تاني يوم وتعاد تاني يوم واحد واحد الكولر زي بتفق مع جيميل مسألة التحدي الأكبر دلوقتي التحدي نفسي ازاي الفرقة دي تخرج من مود مرش سانداون لانه في مدارس في مدرسة يعني انا شايف ان الراجل ده بيهدي الدنيا من بعد المرش بيهدي الدنيا خالص لانه واضح ان الأمور فيعني نفسيا واصل المرحلة مش 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 شيء ده العادي لما تحصل هزيمة من النوع ده وده اللي عمل ومانشستر رونايتد لما خسر سبع من البطول فالنادل قال لي ما بيخسرش عمل ايه عمل ايه منشستر رونايتد يعني تنهج قال ده ماتش احنا فقدنا تاني يوم دخل علم قد احنا فقدنا تلات نقط قال كده قال احنا فقدنا تلات نقط في سراعة التأهل في سراعة البطولة مش اكتر ومش اقل والتاني يوم كان هو اوخي جهزة مدرب الشهر اصلا لان ده كان اول تعصر لمانشستر رونايتد من 21 ماتش فمانشستر رونايتد اللي بيعمله في الوقت ده انه بص 21 ماتش ما بصش للماتش وده اللي تقدر فعلا تبني بيه فرق وده ما ترهيقش نفسك في الماتش اللي هو كان كابوة ونكسة وتمام وتحليل كل اسبابه المفروض يحصل في وقته السليم احنا امتى نبقى بنتكلم كلاما غلط لما بنقول ان تحليل وقته مش هيحصل خالص او تحليل اسبابه مش هيحصل خالص انا بقولك انا كمان اللي انا عارفه انه سيكون هناك عقاب لكل المقصرين مهما كانت النتيجة سعدنا ما سعدناش خدنا البطولة ما خدناش البطولة سيكون هناك عقاب ده اللي متعودينا عليه في الندلال نعم نعقاب لكل من قصر في حق النادي الاهلي في هذه المباراة طبعا وفي هذه الفترة احنا من منبر المتكلم يعني اللي برضو يعني علينا مسئولية الكلام سواء على السوشيال ميديا او هنا في القناة وفي اي مكان المسئولية بتقول دلوقتي ان ده مش وقته بس لازم بالزبط كده بس كده انا بقول ان ده مش وقته لان ليه لان النادي اللي انا وحضرتك والناس بتشجعوا وبيعنده ماش كمان 3 ا4 ايام عنده فرصة المركب في البحر ايو عنده لسه فرصة نقض نخرج مفيش مشاك تعالى بقى لو لا قدر الله المركب ما كملتش تعالى نشوف الاسباب ونحلل ونشوفها نقوم نفسنا ازاي لكن انت وهي فعندها امل عمال تخرم فيها علشان ما يتخرم من كل حتة هو ده التفسير بس فهو الوقت بتعدل وقتها كابتن وقت كورة انا بتخيل ان كولر هيركز جدا على القطن زي ما جيمي بيقول انا بحب بتعامل الرجل ده نفسيا مع اللعبة ومع تين وفي مؤتمرات الصحفية عندي مؤاخذات مش كتيرة على ادارته الفنية لما بيلعب خصوم معقدين شوية انا ده مؤاخذات وبنقولها هنا في القناة ما فيش مشاكل عندي شوية مؤاخذات على بعض التصرفات اللي احيانا بيكون ريسكي جدا فيها وده عادي وهو الرجل ده شخصيته كده من ايام منش انجلاب بخ لما كان بيدرب في المانيا ولما درب منتخب النمسا الرجل ده قائد ثورة تطوير كبيرة جدا في الفنية كبيرة في النمسا في السنوات الاخيرة وهو ريسكي هو طبيعته ريسكي احيانا لما بتلعب خصم زي سان دونز معقد على ارضه محتاج ان انت شوية تنزل الرتمي بتاعك بس هي دي النقط او انك تلعب فعلا على حدود اللي تقدر تحصله من المدش ده بس حصل دمع فلمينجو بقول لا يعني بقى بتذكر جدا ترد خلال عبد الفتاح عدي عقد الامور بس كان محتاج تدخل اكثر حرصا من ده واخلال ربع ساعة لنتقبلنا ثلاث اهداف فيه اخطاء مشتركة من اللي عابين مشتركين في الوقت ده اكيد 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 احنا هنكون اول ناس نقول بس في وقته مين تسبب في ايه ولما المشوار يكمل ان شاء الله باذن الله على خير هنقول رغم الكب واللي كذا 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 احنا ان شاء الله عملنا حاجة كويسة باذن الله وده اللي احنا نجمع يا رب ان شاء الله خلينا نروح بقى لاتحاد كرة القدم يا محمد وكلام كتير جدا فيما يخص هذا الامر كان هناك بعض القرارات منها منتخب الظل اه كلام كتير يمكن انا مش فهم ليه اسمه منتخب الظل وده بيان رسم يعني منتحاد الكرة المصري ان هو اسمه منتخب الظل منتخب 2003 بس اخب 2003 اه بس اكبتن مدير الفني منتخب مصر الاول مش رئيس الاتحاد يعني لا 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 ولا قائم بعمل مدير الفني اتحاد الكرة احنا كنا منتظرين بعد خسارة منتخب مصر هو قائم بعمل مدير الفني هم بيفكروا هو مش بيفكروا هو راجل فعلا بيدري الكرة فني خلينا متفيل اه والله على فكرة والله فكرة كويسة انه راجل كويس جدا جدا ومتاز والله بيحط فكرة كويسة وبيحط فكرة كويسة وأتمنى أن هم فعلاً يعملوا له صح. يعني أتمنى ده. فالفتر اللي فات طبعاً بعد خروج منتخب مصر للشباب من بطولة أفريقيا. أكيد خروج كان سيء جداً. بطولة في مصر المفتركة المنتخبة على الأقل تواجد في كسر ألم في إندونيسيا. ولكن ما حصلش. طيب كرة دعوا قتالي اجتماع تاني يوم. ما حصلش الاجتماع. وكان بعد بيان دسمي واجتماع طريق. فالك يوم الثلاثة ما حصلش. لحد اللي بعده ما حصلش. فيش اي حاجة حصلت. فاني قد ما حصلش الاجتماع. فهما كانوا عايزين يطلعب كرارات. كانوا عايزين يطلعب كرارات. فعايزوا لك إن نبارح كاتي الكرارات تلعت. الإكرة طبعاً يعني أهمها اللي عايز أتكلم عليه. طبعاً في بداية وقعها هي قصة منتخب الفيوم وثلاثة. منتخب الفيوم وثلاثة هو خلاص يحمد خرج من التصفيات تماماً. وخرج من كل البطوات اللي عنده. فهما مش عايزين يخسروا اللاعبين يعني. طبعاً على فكرة فكرة كويسة. فكرة جميلة جداً. ها. بحي على أهو. بحي على تحت كرة القناة. والله خابرة كبارة تيك خاص كمان. كبير لي بس في 2003. هو في 2003؟ هو يعني طلع عليك في الباني الرسمي إنه هو دراسة. يعني إنه هو مش كار رسم. دراسة تشكيل منتخب 2003. منتخب الزل إنه يكون موجود كمنتخب للمحليين في بطولة أمم أفريكا المحليين اللي جاي. سنغال في الفاينل. فيتوريا. آه في كات في الجزائر. فيتوريا سأل طب إحنا ليه فيتوريا سأل ليه ما عندناش منتخب مصر محليين. قالوا له التوقيتات وما عندناش توقيت إن إحنا نلعب به. قالوا له طب إيه المشكلة لما لعب بدرجة تانية. قالوا له برضو ما عندناش توقيتات. هو عوز كابتين يعمل أكبر عدد من اللاعبين يكون في اختياره وتوسع قد التانتشارية. فالرجل قال لهم طب منتخب للمحليين اللاعبين خلاص ما تقعدش بقى في البيت. فقالوا له طب خلاص ممكن يبقى منتخب للمحليين الفترة جاية تم تجيزه. فالرجل عرض عليهم. طب ليه ما سموهش منتخب المحليين ما سواء. ما أنا دي مش فاهمه بصراح. أو منتخب المستقبل أو منتخب الأمل. إن كان أي حاجة. حاجة غير الظلمة يعني. فعايز أقول لك إن التحدي الكرة قعد مع فيتوريا أول مبارح. فبتوريا رشح لهم كده أختيار يعني. اللي هو ما أنا ممكن أختار لكم مدير فني برتغالي. يكون شاب صغير ويقدر إن هو يفيد المنتخب ده. أو إن أنا أكلي واحد من الجهاز المعاوي. اللي منتخب مصر الأول يكون هو المسؤول عن منتخب المحليين. وأنا تحت إشرافي كل ده. اللي هو طبعا بوتيليو أو تكسيرا. اللي هم من المداربيين اللي معاه في الجهاز الفني المنتخب الأول. ده القبر بتاعنا. حاجة تانية طبعا اللي تكلموا فيها هي قصة تشكيل المنتخبات. منتخب طبعا أنت عندك 2005 ده اللي جاي. وده المفترض هو المنتخب اللي أنت بتعدله. إنه يكون جاي للفترة المقبلة. خلاص يمكن اقترب كابتن محمد شوقي من المهمة. يعني إنه هو يبقى متولي تدريب منتخب الفترة الجاية منتخب 2005. منتخب محمد شوقي يستحق الحقيقة لإنه. اتدرك. اهو دخل أجيزة فلنية. لا وله اسمه وله تاريخه. ماحتاج إنه هو يمسك حاجة كده. بصقابتن قال لك يبقى قال لك هيتم تشكيل المنتخبات 2005 و7 و8 و9 وفقا للمعايير. بس إنت ما أعلنت ليش المعايير. هو ده النظام معايير. إنت خلتني أنا روح أدور على المعايير. نقول لك كلمة. بالظبط نقول لك كلمة. حيث لما أنا جيز لحفا الجمال هتطبق على المعايير. أنا المعايير. طيب. هي المعايير إيه اللي فيتوريا إيه لها. إيه؟ نفس المعايير اللي هو كان عاوز فيها مدرب معاها مدرب مساعد. لو أنتو عاوزين ليه مدرب مساعد. مش جاي يتعلم في فرق. هو قال لهم أنتو عاوزين مدرب مساعد مصري يجيلي يبقى بالمعايير دي. إيه المعايير؟ إنه يقول لقعب دولي. ليه خبرات في الدولي الممتاز؟ لقعب إفريقيا مع الرخصة C و P و A. معهوش بس يعني رخصة بسيطة أو لسه بياخد وقت يعني عشان يضرب منتخبات الشباب والنشئين. هو جاب لهم تجربة الكرة البرتغالية وقال لهم تحديدا كده في البرتغال بيعملوا في كل سنة منتخب. مش في كل سنتين وثلاثة منتخب فالعيبة ما بتتجمعش كتير فييجوا فيخسروا بطولة مجمعة. لكن لما بيبقى عندك كل سنة منتخب بكل جهاز فاني بالعب ما تشاطوا دايك كتير وما تشاطوا مع النشئين ومنتخبات كتير فالعيبة بتعرف بعض ومعارفين بعض في الأعمار دي كلها. فقال لهم إحنا محتاجين على الأقل يكون موجود ست وسبع منتخبات. هم قدروا أنهم يوفروا له قالوا له أربع منتخبات بأربع أجازة فنية. الفترة الحالية بيحصل الرخصة إيه اللي هتاخد ثلاث شهور فيها خمسة وعشرين مدرب. أنا بقول لحضرتك هيكون دايماً التفكير في المنتخبات اللي جاية في تشكيل الأجازة الفنية من المدربين اللي بتاخد الدورات دلوقتي. مين اللي بيجري معهم من مقابلات الشخصية؟ فيتوريا. مين اللي بيتكلم معهم قبل ما يبدأوا؟ فيتوريا. اطلع شرح فيتوريا. هو الرجل بيعمل شغل أنا بشوفه من شغله وأتمنى أنه هو ما ياخدش منه لأنه عنده تركيز على منتخب مصر الأول. لو دلوقتي فيتوريا فاضي وأنا بشوف أن فيتوريا بصراحة استغل وقت فراغه مع المنتخب بشكل هايل وحط قطر وحط حاجات كتير جدا. أنا نفس أعرف ليه كلام ده؟ ليه مجدي نفس أعرف الكلام ده ما بيتقلش؟ ليه ما الناس ما بتطلعش في اتحاد كرة القدم ويقولوا يا جماعة احنا بيتوريا بيعمل واحد اتنين ثلاثة أو بيتعامل واحد اتنين ثلاثة؟ ليه لو في الآخر هو عايزه حطها تحت مظالة أنها تنسبت لي مين؟ لاتحاد الكرة والمصر؟ أنا لس أقولك كان يعني أزمة المسمة. نسبت المجدي لاتحاد الكرة وكل حاجة ولكن في النهاية طب وبعدين ما هو. يعني كنت الرجل أنت اتحكدت معه شهر تسعة. يعني الرجل اللي كان جاي عارف أنه هو ست شهور مش هلعب ماتشاط. ماتشاط رسمية. الرجل لما يجيه؟ يعني أكبر تحدي كنا هما وفروا له ماتشاط والديين نايجر والإيباريا. هل حاجة برضو أنه هو بيعمل لو عايزه؟ ولعب بلجيكا في الكويت وهيلعب ماتش كمان وده خبر برضو. هيلعب ماتش ضد المكسيك في أمريكا في يونيو. وهو موافق دايما على الماتشاط اللي هي الكبيرة. هو عاوز يعلم في التصنيف. مش عاوز يغلط غلطة كيروش اللي فاتت. والمتخب اللي هي ماتشاط وده قبلها مع كابتل حسين البادري. فحصل طبعا أزمة ونزلنا تحت ستلعب مع منتخبات يلا جدا. فهو مش عاوز يصطدم بدا. فلعب مع بلجيكا فدي بتعليه في التصنيف شوية. هيلعب في شهور ستة مع المكسيك في أمريكا فدي تعليه شوية. عايز منتخب عالمي كمان يلعبه فدي بتعليه أكتر. كمان الرجل الفترة اللي فاتت هو حط الخطة دي. ومع كابتل الخطة دي قال لك إيه؟ قال لك إحنا الفترة الجاية التركيز بقى للمنتخب الأول ولمنتخب مصر أوليمبي. يمكن المنتخب الأول دنيته أكيد أفضل من المنتخب الأول جاهز. لعبه كتير موجودين على الصحة كوي بشكل كويس قوي. هلعبه ملاوي مطشين في تصفات أفريقيا. لو أنتك سبت ستة نقاط مع تلاتة بتعليه أنت خلاص تهلت الأمم أفريقيا. أنا خوفي كله على المنتخب الأوليمبي. المنتخب الأوليمبي طبعا هيلعب بتزنبيا. هل نتكلم لأنه ده قصة برضو عايزة أتكلم فيها أنا بدأتها برضو في بداية الحلقة. برضو يا مجدي على فكرة أفكار جيدة جدا. لماذا لا يكون معرفش هل ينفع ما ينفعش؟ لفكرة قيلة الحقيقة من جيمي دلوقتي. وممكن جدا نتكلم فيها. ليه لا؟ لما عندي المدير الفني للمنتخب الأول هو اللي بيخطط لكرة القادم مصرية ده شيء. من الممكن أن يحدث كمدير فني للاتحاد؟ يعني هقول لحضرتك ثلاث حاجات بمنطقة الصراحة. أول حاجة إحنا عندنا مشكلة أن يبزغ نجم حد غير المطلوب أنه يبزغ. من الاتحادك ما عليك أن يبزغ. يعني مفروض يتقال أنه في عهد الاتحاد الفلاني حصل الشيء الفلاني. بقديني السمبة وأنا أقولها. ده أول مقطة. فدي عندنا مشكلة وده من الحاجات اللي بتعرق المصرية الكرة المصرية كتير قوي. من كل اتحاد بيخافي يتنسب لحد قبل أو حد بعده فتعال نقفل على نفسنا قوي. ونقول أنه قوي فتطلع على البيانات اللي هي دراسة مشروع منتخب الظل. طيب ما تقول في بيان أنت أعب بالك دلوقتي 25 يوم دلوقتي. مشكلة لو وضحت. يعني المشكلة لو وضحت لي أنا منتخب الظل ده أهدفه كذا كذا. صح. ليه أنت مخلينك تهد؟ أما خلين منتخب الآمل بقى. غير المعلومات طبعاً اللي عند جيميو ده حاجة يعني دايماً بنقدروا عليها. بس مش كل الصحفيين ومش كل الناس اللي بتتكلم في المسألة دي. صح. مهتمة فعلاً. صح. إن تتأسس حاجة كويسة للكرة المصرية. هم مهتمين بإعلاقتهم على الاتحاد. موظم ناس مهتمة بإعلاقتهم على الاتحاد. فلما تقولي الكلام ده أن فيتوريا عمل وسوى وقبل الناس وحصل كذا. إيه يا نجم وانت زعلان معنا ولا إيه؟ هو أنت ما ينفعش تقول اسمه فلان الفلان. آه بيحصل كتير وأنا. يعني الوسط ده إحنا عارفين وكله وعارفين اللي بيحصل فيه. فإيه يا نجم وانت مش عايز تقول أسامينة ليه؟ كده هو ده اللي بيحصل بالظبط يا كابتا. فلما فيتوريا بيعمل ده لازم يتسمى عادي عادي جداً إنه ده المدير الفن الاتحاد. إيه المشكلة؟ المشكلة لما تقول ده أولاً أنت بتخلي مسؤوليتك أنت من مشكلة كبيرة. ممكن ما تكونش كتير من أعضاء الاتحاد ده متخصصين فيها أساساً. قصة أن أنت تأسس مشروع لكورة القدم. لا بصراحة التفكير والقرارات دي هيلة. جداً. طيب ما ده ما حصل في فليكس سانشيز في قطر. فليكس سانشيز لما استلم أكاديمية أسباير في 2007 أو 2008. دور السكة كلها؟ فليكس سانشيز نفس المدرب ده قد بعدها 14 سنة منتخب قطر الأول في كاس العالم خد بيهم كاس آسيا 2019 خد بمنتخب الأولمبي كاس آسيا بيدرب الأولمبي ويدرب الشباب ويدرب الناجئين ويدرب المنتخب الأول ولم يمشي من الأربعة وحالياً جابوا كيروش للمنتخب الأول وبيدرسوا أنه يمسك منتخب معي. هي هو ده عادي مش بقولك أنه ده صح بس بقولك أنه ده ناس اختارت شكل المشروع بالشكل ده. على الأقل يا أحمد تعمل اللي عليم الزبط. سموه إيه بقى سموه؟ لا لا أنا بعمل كل المشروع ده ليه؟ إن شاء منتخب مصر؟ إن شاء منتخب مصر. بالضبط ما هو منتخبه؟ اللي هو مسكو. اللي هو مسكو. وهو كابتن هو عايز ده مش عشان بس كرة مصرية وعاوز ده عشان ده بيفيده. عشان نفسه. وبعدين نجد كابتن تناسي بوضي ده عقد أربع سنوات يا حسي. شفت قيمة المغرب اللي علنوها للمعسكرة اللي جاي؟ غير القوة أنا مش بتكلم على غير القوة. بص عليهم كده متقسمين شرايح. ناس بتاعت كاس العالم؟ ناس ناشئين ناس استدعاء أول؟ ناس محجوزة علشان ما تروحش منتخبات تانية؟ شادرياد برشلونة الأسباني. شادرياد لعب مبارات مع فريل أول لبرشلونة. بتتكلم في كاتيجوري تاني خالص من التفكير. الجزائر ضمنت سبع لعيبة في الدوريات الخمسة الكبرى في المعسكر اللي جاي. أول مرة يمثلوا الجزائر. منهم حسام عوار لعب موتش مع فرنسا واحد. بتشوفت مستوى علي قالص. إحنا عدنا بنقولهم يا جماعة هيسن بتاع فيها ريال دا. دا لعب دور أول لليجة. أنا أقول لك الحاجة حلوة في نفس الوضعين انتم تتكلم فيه. مصطفى أشرف. مصطفى أشرف. مصطفى أشرف بتاع المانيا. مصطفى أشرف من شجلات بها. مصطفى كان جاي لكابتن محمود جابر. ودي أنا قلتها لحضرتك قبل كده. الولد إن دي طبعا بيحترم جدا للاحتراف. الولد هلعب ولا لأ تدريباته إيه؟ بعطلنا كل حاجة عنه. كمتن محمود جابر شاف أنه عنده لعيبة تانية في المركز دا. أفضل وعفكة تتصراحات كمتن محمود جابر في المؤتمر الصحفي. يعني كلنا حضرناه. أنه أنا دي كده بيتدخل. لا وانا عنده لعيبة تانية برضه تقدر تأخذ مكانه. فالموضوع تعزر والولد مش جاي. الولد دلوقتي أنا بقولك هيكون موجود مع المنتخب الأوليمبي الفترة الجاية. وحصل الفترة دي اتصال بين الجاذفان المنتخب الأوليمبي مع الولد عشان يقدروا أنهم يجيبوه تصلوا بوالده وجابوه بالفعل. يمكن المنتخب الأوليمبي اللي عمل الموضوع ده كله جاذفان عشان يقدر يجيب الولد. والولد فعلا جاي. أنت لازم يا كابت أن تجيب اللعيبة المحترفين دي تقدر تشوفها هنا في نصر. مش شرط يكونوا لعيبة جمدين جدا. بس مع الاستمرارية ممكن يطعلك واحد يتين تلاتي. مرموش قعدنا نفس المحايلة دي مرموش. ليبيا سجل هدف. وقبل ليبيا سجل هدف قعدنا سنتين نقول يا جماعة في واحد. اسوح عمر مرموش. وفلفسبورج ورايح فرانكفورج. طب يا جماعة شوفوه داشتوتجرت السنة دي بعد إذنك هاتو. لا باشتوتدر. في كلام دلوقتي على بروسيدورت. دلوقتي على فرانكفورت. طب يا فرانكفورت مخلص تقريبا مع عمر مرموش. بس المقصود انه قعدنا قدئين قولهم ان فيه العديب طالع من اليوبوليز. طيب. حسنا برضو انا حاجة عشان ما انساش. برضو كان حاضر في الاجتماع ده بيريرا. اللي هو رئيس لجنة الحكام الجديد. فيتور بيريرا. فيتور بيريرا. طبعا فيتور بيريرا يمكن فيتوريا برضو لرشح. كلام التفقين. كان عندهم سيفيهات قلنا بليكلام مع بعض. سباني وسويسري وبرتغالي. البرتغال ده كان فيتور ميلو بيريرا. اكيد جايب اقل جدا جدا من مارك كلاتنبرج. يمكن ده 18. كلاتنبرج كان 32-35 ألف دولار. ف18 ده رقم اقل بكتير طبعا. سانيا رجل يقعد في مصر كتير. يعني اكتر من كلاتنبرج. هل محصول بقى كتير دي معناها ايه؟ اقول لك. كلاتنبرج كان مرتبط بتحليل برا. كان مرتبط باتحاد خارجي ايضا بيديرو. فكان عنده اكتر من موضوع. يعني علشان بس المشغولية. بس اقصد ان الاتحاد ما اجبروش على ايام معينة واوقات معينة طول الشهر. لا في العقد الجديد ان انت لازم تكون موجود ومعسكرات ومحاضرات. طيب الراجل الفترة دي اول ما جاء اول قرار كان لي ايه؟ معسكر للحكام. واخد 150 حكم. 50 في 50 في 50 دفعات. الثلاثة يام اللي جايين. معسكر اللي موجود دلوقتي قبل طبعا فترة توقف. او عز استجلة. اول ما بدأ كابت بسم الله الرحمن الرحيم اختبار لياكا بدنية. انا عايز اقول لك الاختبار ده ممكن يعمل مشكلة. انت اختبار ممكن توقع. فانت الراجل اول حاجة بالنسبة له اختبار. فانت بتكلم ان رجل كان حاضر بياخد اسم اسم يلا الاختبار يلا يلا حاجات كتير جدا. فاعتقد البريرة اتمنى ان يدي له السيقة. وهتمنى ان الكل يدعموا الفترة جاءة ونشوف شغله. عشان بس سريعا وقتنا وبيخلص الوقت خلاص. جيميو برضو مجدي اسمع منكم رأيكم في المنتخب الولمبي. هيجمع يوم 15 مباراة ودية يوم 18. هيكتمل عقد المنتخب الولمبي يوم 20. هيلعبوا اولى المباراة الودية في مصر يوم 22. رمضان 23. الصفر يوم 23 صباحا. بطيران عادي حتى الان. عندك مباراة يوم 26. مباراة العودة مع زنبيا. هذا المنتخب القوي الذي يوجد به حوالي 9 لعبين محترفين. أو 8 لعبين محترفين عينهم على أنهم يأخذوا بطولة رغم الأفريقية في المغرب. مش بس يتأهلوا. مش يتأهلوا بس. أنا كابتن أكيد أعلنين على متخب الولمبي. ممكن استعداده طول فترة الفاتح كان لعب الجابون والديان. المواطن اللي هتلاعب مع السودان يوم 18. مش هيبه مفيد أوي لأنه بدون لعبتك الأساسية. لعبتك الأساسية موجودة في الآلوز. مجرد تجهيز للعبين الآخرين. طبعا. ولكن أتمنى أن يكون رجيرو ميكالي مركز شكل كبير جدا. هزول لك معلومة يا كابتن. في لقى ثلاث لعبين بس اللي هيكونوا موجودين من المنتخب للشباب اللي خرج موجودين مع ميكالي. هم أورفايد ورافة خليل وكريم الدبيس فقط. مش هيكون موجود عادة كبير جدا من اللعبات تانيين. هو مش شايف أن اللعبات تانيين تقدر تفيدوا دلت أفضلهم. مع طبعا اللعبين اللي موجودين مع براهيم عادل ومحمود صابر واللعيبة اللي هو وصامة فيصل وحسين فيصل اللي هو بيقدر أنه هو يلعب بهم بشكل كويس جدا. أتمنى التوفير لي ميكالي. ولكن أنا ما كانش عاجبني بصراحة بشكل كبير جدا لاستدات. ومش أحمله الميكالي. مش أحمله تماما لميكالي. لا أنا لكل اللي بطلوبه. أنا لكل اللي بطلوبه. الحقيقة من دكتور أشرف صبحي أنه يتدخل بطيارة خاصة. هو ده اللي نقدر نقوله دلوقتي. وأعتقد ده الأقرب يا كابتن. الصيام وشكل الصيام وأن أنا أسافر في أول يوم وصيام وصعب. وهذا كابتن فيه 2 رؤسة أبعثة فأتمنى أنه يكونوا دلوقتي شغالين على الموضة ده. له حلمي وبركات. وأعتقد أنهم المفروض يكونوا شغالين دلوقتي على الموضة ده اللي لازم توفير طهارة خاصة. لأن ده أهم جيل دلوقتي جاي المنتخب مصر. باتفق طبعا مع جيمي. المنتخبات الأولمبياء بشكل عام يا كابتن. وحاراتك لعبت طبعا أولمبي كتير وعارف. بيبقى أكتر منتخب مظلوم في مسألة الإسعادات خصوصية لو نص الموسم. لو بين مواسم بيأخد وقت أطول شوية. بيأخد وقت أطول شوية. لأنه بيأخد وقت أطول شوية لأنه بيأخد توقف دولي. وأحيانا بيبقى فيه من عناصره ناس مستدعال المنتخب الأول. فبقى لهم أولوية. فلو بيحصل الاتنين يعني بالتوازي كده بيتظلم أحيانا. حتى ما نساش هحصل تنسيك الفترة دي. برضو من بيتوريا وميكلب بشعر بعض اللاعبين. من المتورة حسام عبد ميجيد لأبناء زمان. فكله هيكون طبعا منتخب الأولمبي ومش مع المنتخب الأولم. يعني المنتخب الشباب جي برضو ضرب الموضوع. يعني اللي حصل في منتخب الشباب ضرب ده كله في مقتل زي ما بيقوله. وده المفروضي خلينا ده أدعى أن نركز أكتر مع المنتخب الأولمبي. مش نسيبه. ده لا مش هنسيبه طبعا. بس أقولي أن كان فيه مثلا اختير لتلاتة أربعة مثلا في البال. زيادة على التلاتة اللي تم اختيرهم. أعتقد أنه يعني لا يعني الفكرة دي كلها تنسفت بعد اللي حصل. ما قدموش حاجة يا أحمد خالص. ما قدموش حاجة تماما المنتخب الشباب. لا لا أومة التلاتة الأولمبي. ولا لعبين ولا جهاز. يعني كان فيه مثلا. يعني فيه أحيانا بيبقى اللعيب كويس بس الظروف المنتخب اللي بيلعب فيه كلها ما تكونش أفضل شي فايظهر بشكل سيء. بس عموما اللي حصل ده كله ممكن يؤثر على المنتخب الأولمبي. ماتش السودان أنا بشوف أنه آه مش هنلعب بالجزء الأكبر من تشكيلتنا الأساسية. ولكن زي ما بطيفي محارطة في مسألة التالي الخاصة هتحسب المسألة كلها. أو هتسهل الموضوع أقصى ما هيكون. زنبيا منتخب في منطقة القوة يعني. على مستوى المنتخبات الأولمبيا مش منتخب يستهام بي أبدا. وظامهم محترفين في يوم الناس بتلعب في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا في الفرق الكولة بتهيتها. ولن جاء لك فترة توقف دولي فممكن يتسابه. يعني انت جاء لك فترة توقف دولي فعادي ممكن يسيب لك أهو العيمة اللي بتلعب في المنتخب الأولي. فديتها مشكلة كبيرة جدا. فإن شاء الله يعني نأمل إنه إيه نخرج من عنق الزواجة ده عشان ما يبقاش إيه يعني فشل لنا على فشل. الزبت قد يقولنا كل ما يخص هذا الأمر بالنسبة للمنتخب الأولمبيا نتمنى لهم يا رب كل التوفيق للفترة القادمة. واني داء مرة أخرى لدكتور أشف صبحي إنه إن شاء الله ربنا يعني يلهمه إنه يقدر يخلي الطيارة خاصة لهذا المنتخب. اللي بالفعل هو محتاجة لأنها في ظرف 3-4 تيام 12-13 ساعة فرق ما بين سفر ما بين هنا وما بين زنبيا. أنا بشكرك جدا نجمع على وجودك معنا. شكرا يا كبتل الله شرف بيه. شكرا جزيلا يا أحمد على وجودك معنا شكرا جزيلا. أنا بشكر حضراتك شكرا جزيلا وإن شاء الله غدا حلقة جديدة من البيت الكبير.